بإذن الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معنا أستاذتنا القادلة المشمالدسة فوزية فوزي وهي محللية نظم معلومات جغرافية في إسري ودي من أكبر شركات العالم في الـ GIS هي رقم 1 وـ GIS Instructor مدارف نظم معلومات جغرافية في الـ GIS Academy ومساعد علمي في اليونسكو فإن شاء الله محاضرة قوية جداً في موضوع الـ GIS ألف شو حضرتك أتفضلك شو عمدسكو شو عمدسكو طيب بس أنا مش هعمله سلايد شو عشان بيتقل الجهازة يعني هنتفرق بس على السلايد وهي بشكل أول شو عمدسكو سماعيكم مش مالسين إن شاء الله كده احنا نبتدي المحاضرة دي هتبقى يعني أغلبها نظري هنبدي إنتردكشن بس عما كده عن الـ GIS طبعاً الإنتردكشن دي مهمة قوي إن إحنا يعني بنيدي الـ basics بتاعت الـ GIS طبعاً الـ GIS ده ترك كبير جداً ويعني طبعاً كإحنا كمبتدئين المفروض إن إحنا نمر مرور سريع كده عن مراحل الـ GIS نبعارفين بس السيستم بيمشي إزاي لكن طبعاً إحنا هنركز على الدروس الأولانية بس الحاجات الـ basics في الـ GIS المحاضرة دي زي ما تفانى إن هي هتبقى نظري وفي آخر محاضرة كده هنحاول إن إحنا ندي وقت للأسئلة طبعاً الموضوع مفتوح للمناقشة المحاضرة دي بالذات المناقشة فيها ممكن تتطرق لأي مرحلة من الـ GIS عادي مفيش مشكلة بس يعني بداية من المحاضرات القادمة هيكون تركزنا بس على الدرس اللي إحنا بنتكلم فيه طب الأول بس نبدأ بيعني إيه GIS هي GIS هي اختصار لحاجة اسمها Geographic Information System أو نظم المعلومات الجغرافية عاديين بس نعرف الأول يعني ليه الاسم ده أو الاسم ده جي منين ايه نظم المعلومات الجغرافية وليه تسمت بالاسم ده وأول حاجة في الجملة اللي هي كلمة نظم نظم دي لأن هي بتضر من خلال الحاسب الآلي يعني أي نظام بيضر كله من خلال الحاسب الآلي باستخدام برامض معينة بنسميه نظام معلوماتي طيب إحنا نظام المعلومات عندنا إحنا بنتعامل معه Data Beads المفهوم العام بتاع قواعد البيانات أو Data Beads هو إني بكون يعني بجمع المعلومات كلها وبحطها في مكان واحد بحيث لما أحب إن أنا أستدقل المعلومات يبقى الموضوع سهل علي إن أنا أعمل ريشان ما بين المعلومات وهكذا خلينا ندخل الأول الموضوع بشكل مبسط لو أنا لوقتي مثلا إحنا شغالين في شركة وأنا مثلا موظف الـ HR في الشركة وعايز أعمل قاعدة بيانات أو Data Beads للمجموعة الموظفين اللي شغالين معي في الشركة فالمفروض التعامل معي يكون مثلا إنا كإني بتعامل مع ملف Access فهيكون ملف لكس بيحتوي على Table الـ Design بتاع الـ Table ده في كل أوجه المعلومات اللي أنا عايز أعرفها عن الموظفين فهأعمل مثلا فلد أو عمود أو حقل بيعبر مثلا عن اسم الموظف وعمود تاني بيعبر عن السن عمود تالت بيعبر مثلا عن العنوان بتاع الموظف ده عمود رائع بيعبر أن هو مثلا شغال في قسم إيه المرتب بتاعه إيه أو التاريخ انضمامه للشركة إيه وهكذا يبقى كل المعلومات اللي أنا عايز أخزنها عن الموظفين هعملها من خلال إيه؟ من خلال Table على مثلا ملف زي ملف Access أو برنامج زي الـ Access تمام كده؟ خائل إحنا بالمثل ده هو بالضبط اللي هنا هنتعامل معاه في الجعيس بس بدل ما أنا هتعامل مع موظفين لا ده أنا هتعامل مع عناصر جغرافية وهنا يعني يتيجي الكلمة الثالثة بقى اللي هو بنسميه ليه نظام معلومات جغرافية؟ لأن كل الـ Features اللي أنا هتعامل معاها داخل النظام هي ليها إحداثيات جغرافية أو ليها location أو ليها XY يبقى أي feature ممكن نتخيله ليه XY ثابت ما بتغيرش ده بسميه عنصر جغرافي وينفع يدخل معاه في SystemGraph زي إيه مثلا على سبيل مثال زي الشوارع الشوارع دي عبارة عن خطوط لها XY ثابت مكانها ما بتغيرش على القرى الأرضية فمنسبة لي دي features جغرافية تقدر تدخل معايا SystemGIS نعم؟ إيه كمان زي المباني مثلا زي الأنهار زي خطوط القهربة زي مواصير الماء والصرف كل الحاجات دي كلها طالما هي لها XY ثابت يبقى ينفع تدخل معايا في SystemGIS طيب أنا في الجائس ما بيفرقش معايا حجم ال feature اللي بتعامل معايا يعني ممكن يكون ال feature اللي بتعامل معايا حجمه زي قارة مثلا أو زي حدود الدولة فال feature بالنسبة لي كبير ما عنديش أي مشكلة طالما ليه XY ثابت فهو أو كي بيدخل معايا في الجائس طيب ايه ثاني قدر بتعامل معايا لو أنا مثلا معايا feature حجمه صغير زي قد يكون يعني قد يصل الحجم اللي أنا بتعامل معايا مثلا شجرة الشجرة دي مثلا قليها XY ثابت يبقى عادي ينفع تدخل معايا في SystemGIS ممكن يكون بتعامل مثلا مع الغلب أو المحبس اللي على مصورة المية مفيش مشكلة يشوف قد ايه دقة الحجم اللي بتعامل معايا ما عنديش أي مشكلة بس طالما ليه XY ثابت وكي ينفع يدخل معايا في SystemGIS قد يكون بتعامل مع الجائنت اللي واقع على خط القهرباء وبرضو ما فيش أي مشكلة يبقى هنا دي كلمة نظام معلومات جهرافي ليه لأن كل العناصر اللي هتعامل معايا داخل النظام بتاعي هي ليها إحداثيات جهرافية يبقى بالضبط نظام معلومات ليه بنسميه نظام معلومات جهرافي أنا بتعامل مع قاعدة بيانات بس نوع قاعدة البيانات اللي هتعامل معها هي قاعدة بيانات جهرافية يعني إيه قاعدة بيانات جهرافية؟ يعني بتحمل نوعين من أنواع البيانات إحنا اتفقنا أن قاعدة البيانات العادية اللي هو زي المسأل بتاع الموظفين جدول في المعلومات الموظفين اللي شغالين في الشركة دي اسمها قاعدة بيانات فقط لغير لأن هي بتحمل نوع واحد من البيانات وهو المعلومات الوصفية أو البيانات الوصفية اللي هو التوصيف لأشخاص الشغالين في الشركة لكن أنا قاعدة البيانات الجغرافية هي فيها نوعين من أنواع البيانات بعلومات وبيانات وصفية وبيانات مكانية البيانات المكانية دي عبارة عن إيه؟ عبارة عن الرسم بتاع العناصر الجغرافية اللي أنا بتعامل معيها يعني مجرد ما أنا رسمت اللاين بتاع الروت يبقى أنا كده جبت المعلومة المكانية بتاع الشوارع أو بتاع الروتز طيب ابتدي تدخل على الـTable وابتدي تقول اسم الشارع مثلاً أو نوع الشارع عدد حراته لسرعة المرور فيه قد إيه؟ يبقى أنا كده بجيب المعلومات الوصفية يبقى تاني قاعدة البيانات الجغرافية بتحمل نوعين من أنواع البيانات هو ده اللي بيميز قاعدة البيانات بتاعة الجائسة عن غيرها من قاعدة البيانات العادية قاعدة البيانات الجغرافية بتحمل نوعين من أنواع البيانات ببيانات جغرافية اللي هي بتعبر عن الرسم يعني أنا مثلاً بتعمل مع شوارعoh أنا هارسم الـDiamSxt ذلك يبقى أنا كده جبت المعلومة المكنية بـ العاثبار أتعامل مع مباني يبقى أنا رسمت البوليجون أو المضلع بتاع المبنى يبقى أنا كده جبت المعلومة المكانية بدخلت على الـTable كتبت التوصيف بتاع المبنى رقم المبنى مثلاً ارتفاعه عدد أدواره حالة المبنى استخدام المبنى كل دي اسمه هي言 بيانات وصفية. البيانات المكانية بتتخزن في صورة رسمة او اللي احنا بنسميه جيومتري. البيانات الوصفية بتتخزن في التابل الملحق بالرسم. بنسميه الاتريبيوت تابل. تمام كده يبقى دي كده تفسير او معنى كلمة نظم معلومات جغرافية. طيب تعريف نظم المعلومات الجغرافية ايه هو نظام بيضار من خلال الحاسب الآلي. يعني انا في سيستم جاي اس هفضل لطول بشتغل او بنتج المشروع بتاعيه من خلال الحاسب الآلي. باستخدام برامج خاصة. يعني ايه برامج خاصة؟ يعني انا عندي اكتر من صفتوير بيشتغل على جاي اس. هو مش صفتوير واحد يعني احنا عندنا اكتر من صفتوير لكن اشهرهم الاركي جاي اس هو ده اللي احنا نتعامل معاه في القرص التاني. لكن ده ما يناشن فيه برامج تانية لكن مش واخده شهرة الاركي جاي اس ومش بكفاءة الاركي جاي اس. تمام؟ طيب السيستم ده بيتر من خلاله ايه بقى؟ انا عندي اكتر من وظيفة بيقوم بيها او بتقوم بيها نظم المعلومات الجوارة. اللي هي ايه بقى؟ الجمع تخزين وتحليل وعرض واخراج وتوزيع البيانات بنوعيها اللي احنا اتفعناها عليهم. اللي هما ايه بقى؟ البيانات او المعلومات المكانية والمعلومات الوصفية. اللي هما ايه بقى؟ جمع تخزين وفحليل وعرض واخراج وتوزيع البيانات بنوعيها المكانية والوصفية. وكل وظيفة من دول هنتكلم عليها بالتفصيل في السلايز الجاي. يبقى انا ازاي بتعامل بقى مع البيانات دي في البيانات؟ هل انا هحط كل البيانات يعني مثلا انا المشروع بتاقي دلوقتي عبارة عن تخطيط مدينة. تخطيط المدينة ده بيحتوي مثلا على شوارع وعلى مباني وعلى بوينت التعبر عن الاند مارك. على خطوط سكة حديد. على خطوط قهرباء. على مواصيل المياه. هل انا هحط كل البيانات دي ورسمات دي كلها في قاعدة البيانات على طول؟ لا. انا هيتم تنسيق البيانات دي كلها فيما يسمى بالطبقات أو بالليار. يعني ايه؟ انا هحط كل مجموعة متشبهة في الخصائص في الليار لوحدها. يبقى انا في سيستم الجايس او قاعدة البيانات بتاعتي بتحتوي على ايه؟ بتحتوي على ايه؟ بتحتوي على مجموعة من الليرز او الطبقات. الطبقات دي عبره عن ايه؟ انا بجمع كل الفيتشار الي شبه بعضهم وبحطهم في الواحدهم. يعني ايه؟ ايه مثلا انا هجمع مجموعة الروتس كلها كل الخطوط اللي بتعبر عن الشوارع او احطهم مع بعض في الواحد. هحط كل الخطوط اللي بتعبر عن الانهار في الواحد. هحط كل البوليجن اللي بتعبر عن المباني في الواحدها. شرط وجود الواحدة illegناار ليكون ان يكون العناصر اللي هدخلها في طبقة واحدة بتتفق مع بعض في حاجتين في شكلهم في الرسم وشكلهم او نوع التوصيب بتاعهم يعني ايه؟ يعني انا مثلا افرض ان انا الى حد ما ما ينفعش اقول ان انا معي لير اسمها الطرق حط فيها مثلا الشوارع وحط فيها خطوط السكة الحديد هما هما الاثنين منسباني عبارة عن ايه؟ عبارة عن طرق وهما الاثنين شكلهم متفقين في الشكل وهو ان الاثنين هيتمثلوا بشكل line ومع ذلك مثلا ما ينفعش لو انا اضطيق شوية في شغري ما ينفعش ان انا احطهم مع بعض في نفس اللير ليه بقى؟ لان هما هيختلفوا مع بعض في شكل design او تصميم الجدول المختص لهم يعني انا مثلا في اللير بتاعت الطرق هابقى محتاج حاجة اسمها اسم الشارع هابقى محتاج عرض الشارع هابقى محتاج النوع الشارع سرعة المرور البيانات دي كلها لا تتوافق مع طبقة الريلوي او طبقة السكة الحديدة يعني انا ما عنديش حاجة اسمها عرض خط السكة الحديدة وما عنديش حاجة اسمها سرعة المرور في السكة الحديدة يبقى اذا هما الاثنين رغم ان هما هيتمثلوا line وهما الاثنين عبارة عن طرق لكن هما يختلفوا مع بعض في التوصيف في الاتريبيوت تيبل يبقى ما ينفعش نحطهم هما الاثنين في الريل واحدة وهكذا اسى على اذلك بقية الفيتشورز اللي هنتعمل معاها في الجائس طيب انيجي لمرحلة انا اصلا بجيب البيانات دي منين يعني انا لما هاجي اقول ان انا المشروع بتاعي وبرعا تخطيق مدينة وعايز يبقى فيه رودس وبلدنج وخطوط قهرباء وهكذا انا اصلا هجيب الكلام دي منين او هجيب البيانات دي منين احنا بنقول ان احنا بنستخلص البيانات بتاعت الجائس يا اما من خرايط ورقية خريطة ورقية يعني ايه الخريطة العادية اللي هي تبقى الورق اللي هي حجمها زي اي نود مثلا وبتتطبق وهكذا دي او نقدر نستخدمها في الجائس طبعا انا هتعمل معها ازاي واحنا بنقول ان احنا السيستم بتاعنا كله من خلال حاسب الاري انا باخد الخريطة دي بعمل لها بتطلع معايا صورة جي بي جي او تياي اف او اي ان كان الفورمات بتاعها وبعد كده بعمل لها حاجة اسمها جيوري فرانس او ارجاع جهرافي كده اصبحت الخريطة دي صالحة ان انا ابتدي ارسم عليها ودخلها في سيستم جويس بعد كده طريقة الاولانية ان انا بجيب البيانات منين انا بجيبها من خرايط ورقية يا اما من صور جوية يا اما من مرئيات فضائية طيب ايه الفرق بين الصورة الجوية والمرئية الفضائية الصورة الجوية ده كان يعني يعتبر دي حاجة قديمة شوية ترقية المرئية الفضائية او الصورة الفضائية او ساتليت اميج في وقتنا الحالي هي الشيئات الاستخدامة اكتر من الصورة الجوية الصورة الجوية دي هي شبه الصورة الفضائية لكن المناظر بتاعها لتوقت بكاميرات على طائرات كاميرات معينة طبعا مختصة بذلك المرقية الفضائية هي صورة تقطت بواسطة أمر سمال غالبا مش هتلاقي في صول عمل دلوقتي لصورة الجوية لان هي إدمت لان تكاليفها أكتر بكتير وبظهور المرقية الفضائية أصبحت الصورة الجوية غير مستخدمة بس المقصود بها هنا ان أنا لو وجد قدامي صورة جوية أقدر أدخلها في SystemJays أو أقدر أرسم عليها مش هيحصل فيها أي مشكلة لكن الشائع الحلوس دلوقتي اللي انت في الغالب هتواجه في الشغل هي إما خريطة ورقية أو نسميها scan map يا إما المرقية الفضائية أو satellite image طيب الجائز باب بيساعد في التخطيط واتخاذ القرار في مجالات بقى كتيرة زي الزراعة والتعدين وتخطيط المدن والبنية التحتية وهكذا طيب إحنا في الجائز عايزين نفرق ما بين حاجتين حاجة اسمها جائز ماب وحاجة اسمها بابر ماب طيب البيبر ماب اللي هي زي الخارطة الورقية كده الخصائص بتاعاتها إيه؟ إحنا بنقول اللي إحنا بنشوفه بعينينا هو ده بس المعلومة اللي أنا أقدر أخذها عن الفيتشر اللي قدامي يعني إيه يعني أنا مثلا معاي خارطة ورقية الخارطة الورقية دي زي مثلا توبوغرافيك ماب اللي موجودة قدامنا في السلايب لو أنا شفت قدامي شارع ومش مكتوب عليه اسم الشائي مش مكتوب عليه الاسم مش ظاهر كاليبو وصادي في الورقة يبقى أنا كده معرفتش الشارع ده اسمه إيه؟ أنا شفت مثلا شبكة شبكة من الأودية أو شبكة بتاعت وادي معين ومش مكتوب في الخريطة اسم الوادي ده أنا كده معرفتش اسم الوادي ومعنديش أي وسيلة تانية تقدر تخليني أعرف بيها المعجومة اللي مش ظاهرة أو مش اللي شايفها بعيني طيب المشكلة دي أو موضوع إن أنا لازم أبقى شايف في كل المعلومات بعيني ده مش شرط في الجاي اسميب يعني أنا في البيبر ماب أنا هي كل المعلومات لازم تبقى ظاهرة قدام عيني عشان أقولي إن أنا عرفت استخلص المعلومة دي من الورقة ومهمتها بتنتهي على كده ما عنديش طبعا أي وسيلة تانية تقدر تتعرفني اللي مش موجود قدامي لكن المشكلة دي مش موجودة في الجاي اسميب ليه الجاي اسميب دي دايناميك وانتر أكتب يعني خريطة تفاعلية ومتحركة طيب يعني إيه الكلام ده؟ هنا نيجي للفوائد بتاعة الجاي اسميب إحنا خلاص اتفقنا لازم أبقى شايف كل حاجة بعيني عشان أستخلص المعلومة لكن إيه بقى فوائد الجاي اسميب اللي بتخليها أحسن في الاستخدام من البيبر ماب أول حاجة إن أنا أول فايدة إن أنا عندي دايناميك سيمبولجي يعني إيه الأول سيمبولجي؟ السيمبولجي يعني ترميز يعني إيه ترميز؟ يعني أنا بعبر عن الظاهرة دي بسيمبول معين أو برمزه معين الرمز دي عبر عن إيه؟ بيحمل لون وحجم وشكل يعني إيه؟ يعني أنا مثلا عايزة أعبر عن طبقة الروت بخط صولد يعني خط متصل مش خط متقطع خط صولد لونه أحمر وصمكه مثلا ثلاثة مليه يبقى هو دا بالنسبالي ما يمس اللون أو الحجم أو الشكل هو دا بالنسبالي بنسميه سيمبول أو رمز أنا مثلا عايزة أعبر عن النقط بتاعت السيتي ببيبوينت مثلا لونها أزرق قطرها عشرة، السعيز بتاعها عشرة مثلا وشكلها شكل مثلث يبقى كده اتكلمت في شكل وفي لون وفي حجم يبقى أنا كده بتتكلم في الرمز يبقى السيمبولجي بالنسبالي هو الترميز طيب يعني إيه بقى دا بالنسبالي سيمبولجي؟ يعني أنا بإيه دي بختار؟ إن أنا عادي جدا الموضوع السهل إن أنا أقدر أتحكم في السيمبولجي وغيره بمنتهى سهولة زي مثلا إن إحنا هنا لو دي خريطة بتحمل دي جي اس ماب يعني بتحمل الحدود الإدارية للدول على مستوى العالم أنا كنت مختارهم من كلهم يظهروا بنفس اليوم من نفس اللون ففجأة قررت إن أنا أخلي كل بلد منهم تظهر بلون مختلفة طيب نبتدي نشوف الكلام دا عملي هفتح كده الارك جي اس دي كده بالنسبالي اللي ظاهر قدامي دي جي اس ماب بتعبر عن دي البيز ماب بتاعة مصر طيب لو حبيت أتحكم في السيمبولجي هتحكم إزاي أنا هنا مختار إن الطرق تبقى باللون الأحمر دا طيب عادي ممكن أغير السيمبولجي هم داب الكريك في المكان دا واختار أي لون تاني أو أي رمز تاني أنا حابب إن الرود يظهر بي زي دا مثلا فبسهولة على طول بمجرد ما أنا اخترته ببتدى دا يسمع في الخريطة الموجودة قدامي طيب البحار مثلا ممكن أغير اللون بتاعها واخليه بالشكل دا ما فيش في أي مشكلة طيب هلا أنا قدر عامل الكلام دا لو كانت الخريطة ورقية أكيد لا يبقى أنا محتاج إن أنا كل ما أحب لو أنا حبيت بس أغير في السيمبولجي دا أنا أبنتك خريطة ورقية ومرة تانية طيب إيه تاني من فوائد الجائس ماب ديناميك سكيل يعني إيه سكيل إحنا عالفين إن السكيل اللي هو حجم التنسيب ما بين الحجم الظاهرة على الواقع وبينها وبين التنسيب بينها وبينها على الخرائب تمام؟ يعني مثلا لو إحنا اتفقنا إن دي قاردة أمريكا الجنوبية دي حجمها في السكيل دا وده حجمها في السكيل دا طيب موضوع السكيل برضو بتاع الخرايط دا أنا بقدر أتحكم بسهولة في موضوع السكيل داخل الجائس ماب حين إن أنا مقدرش أغير في السكيل بتاع الخريطة بعد ما تطبع تمام؟ يعني مثلا أنا طبعت خريطة بمقياس مئة ألف خلاص هي الورقة دي أصبحت السنتي على الخريطة بيكافئ كيلومتر على الطبيعة فأنا ماينفعش إن أنا غير السكيل لو حبيت أنتك خريطة ثانية بسكيل مختلفة بأنا بنتك خريطة ثانية ومختلفة تماما طيب أنا هنا في الجائس مجرد الزوم إن والزوم أوت بس أنا بغير في السكيل يعني أنا مثلا دلوقتي دي دا المكان اللي بيوضحني فيه السكيل اللي إحنا وقفين عليه طبعا دي داتا أوريدي جاهزة معمولة بنظام جائس إحنا بس بنشرح عليها تمام؟ طيب أنا إحنا هنا وقفين على السكيل خمسة مليون وشوية بمغرب بس إن أنا بعمل زوم إن وزوم أوت أنا كده بقيت على السكيل تمانية مليون عملت زوم إن أكتر بقيت على السكيلة مليون وشوية وهكذا يبقى كده إذن أنا مجرد بس إن أنا بعمل زوم إن وزوم أوت على الخريطة أنا كده بتحكم في السكيل وبغير في السكيل وطبعا بإمكاني إن أنا كل سكيل من دول أقدر أن تجبيه خريطة تانية ورقية عادي جدا مفيش أي مشكلة ثالث خاصية أو ثالث فايدة من فوائد الجاي إسميب إن أنا هنا أقدر أوصل للوكيشة معين لمتاز سهولة يعني إيه يعني أنا لو حد جي رفع لوكيشن أو نقطة إحداثيات لمكان معين وجيت داني الإرايات دي أنا بمنطقة البساطة هقدر بتولز معينة أوصل للوكيشن أو اللوكيشن بتاعي الإراية اللي معايا بمنتاز سهولة في حيني إن أنا لو عملت كده على خريطة ورقية هيكون الموضوع مش دقيق وياخد مني وقت أطول بكتير طيب الخاصية اللي بعدها أو الفايدة اللي بعدها إن أنا في معلومات أكتر من اللي باشوفها بعيني أقدر أستخلصها من الخريطة بتاعت الجاي إسمي إزاي يعني إحنا مثلاً دلوقتي فاتحين جاي إسميب بتاعت مصر زي ما إحنا اتفقنا يعني مش كل المعلومات اللي متخزنة في الداتا بيز دي ظهرة قدامي ومع ذلك لما حب أوصل لأي معلومة عندي الوسائل اللي توصلني للمعلومة دي يعني يعني مثلاً يعني 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 الوقتي عايز أعرف المحافظة دي إسمها إيه؟ هي إسمها مش ظهر قدامي ومع ذلك عندي طول زي الـ Identify مثلاً لو جيت عملت كليك على الـ Polygon ده ابتدى يجبلي المعلومات اللي قريدي متخزنة قبل كده في الداتا بيزة عن المكان ده أو عن الـ Polygon ده فقال لي والله إن دي كده محافظة اسمها الـ ودي الجديد ده اسمها بالعربي وده اسمها بالمجديزي وده الكود بتاعها وده مساحتها وكذا طب حبيت مثلاً أعرف الـ Polygon ده عبارة عن إيه؟ خلاص هو قال لي انت كده عملت كليك على الـ Layer بتاعت المنخفضات المنخفض اللي انت عملت كليك عليه ده اسمه منخفض الفرفرة ومساحته قد كده طيب مثلاً عملت كليك على الـ Line ده فابتدى يقول لي خلاص انت كده فلير الـ Road واسم الطريق ده القاهرة أسوان ودي حلفة وده طوله وهكذا يبقى إذاً مش شرط خالص من ان كل المعلومات تبقى ظهرة قدامي زي حالة الخريطة الورقية عشان أقدر أوصل للمعلومة ليه؟ لأن أنا دلوقتي في معايا Data Dynamic Interactive لما حيب أوصل للمعلومة معايا Tools المتاحة اللي تخليني أقدر أعرف المعلومة مش شرط تبقى ظهرة قدام عيني الخاصية اللي بعد كده بيقول لي ان احنا نقدر نعمل سيف بسهولة لكل الخصائص اللي احنا اتفقنا عليها دي في حاجة اسمها MapDocument أو MXD وده هيكون أول جزء في العمل بعد ما نخلص الجزء النظري النهاردة بإذن الله المتاحة اللي بعد كده بتقولي ان احنا في الـ JIS بنقدر نعمل نعمل الـ Paper Map to database يعني الـ JIS Map D قد تكون بداية المشروع بتاعي عشان أحولها زي ايه مثلا يعني مثلا احنا عامين مثل كده زي الراجل اللي عاد على المكتب ده وحواليه مجموعة من الورق كتير قوي هي دي كأنها هي دي مجموعة الخرايط الورقية بتاعت المشروع بتاعي فتعال اتخيل كده مثلا ان احنا هنعمل مشروع cadastral map اللي هو يعني يمكن دي من أدق أنواع الخرايط اللي هي الخرايط التفصيلية او نسميها خرايط فك الزمام او الخرايط الزراعية الخرايط دي مشهور ان هي الـ skill بتاعها ضقيق جدا يبقى ايزا عشان نغطي مثلا احنا في مصر مثلا منطقة الزراعية موجودة في منطقة الوادي والدلتا فلو انا حبي تغطي المنطقة الوادي بالدلتا الوادي والدلتا بلوحات cadastral map يبعيزا انا محتاجة عدد لوحات كتير جدا بـ skill تفصيلي عشان اقدر اغطي منطقة زي دي فلو انا في حالة ان انا بتعامل مع ببرماب انت هتقابلك مشاكل كتيرة جدا زي ايه زي ان انا معايا عدد خرايط كتير جدا غالبا في لوحات منهم هتبتلي تفقد في لوحات منهم مثلا هتتعرض للتمدد والانكماش بفعل الحرارة والبرودة يبقى كده ايزا الـ skill هيتغير طيب الخرايط دي في الاساس بتعبر عن ملكيات اراضي زراعية العنصر ده عنصر بيتغير بسرعة يعني مثلا الملكيات دافلين بقى للارض بتاع والضر اللي جانبه يبقى ايزا حد البارسل اللي كان هنا هيتقطع على حتتين يبقى الـ editing فيها صعب جدا تمام؟ كل المشاكل دي كانت بتواجه الناس زمان ايام ما كانوا بيستخدموا الخرايط الورقية طب انا حولت كل باستخدام جائس حولت كل المعلومات اللي موجودة قصادي واللي لازم تكون ظاهرة قدام عيني على الخريطة حولتها لـ geodatabase يبقى كل المعلومات اللي كانت في كمية الورق دي اللي هي ممكن تدخل في ان انا عندي قوضة كاملة مخزنة فيها الخرايط دي geodatabase عبارة عن ديجز او مجموع من الطبقات كل نوع من انواع العناصر اللي ظاهرة في الخريطة انا رسامهم في راير لوحدهم موجودين قدامي في data base حجمها لا يتعدى كم جيجا بسهولة اقدر اعمل editing فيها لو حصل اي تعديل في الرسم اللي قدامي بسهولة اقدر ارفع على سيرفر واكتر من جهة واكتر من يوزر يقدروا يعملوا عليها connection ويستخدموا ال data دي ويستغلوها طبعا كل المميزات دي ما بتحصلش في حالة ال paper map طيب انا برضو في ال js بحول ال reality او الواقع الى layers يعني تخيل مثلا ان احنا دي قطعة من الارض كأننا بصين عليها من الطيارة خلاص انا عيني فصلة الظاهرات ازاي فصلتها ان احنا شايفين ان دي عبارة عن قطعة من الاراضي انا في الطبقة بتاعت قطع الاراضي هبتدي ارسم ال features اللي تبع قطع الاراضي وهعمل طبقة تانية لل route او للطرق وهبتدي ارسم فيها الطرق بس اللي احنا شايفينها وهعمل طبقة تالتة للحدود الادارية وهقول ان دي مثلا دي محافظة ودي محافظة تانية ودي محافظة تالتة فلو انا جيت طبقة التلاتة اللي هي بالدول تاني مع بعض كأن بالضبط شايف ظاهرات سطح الارض مرة تانية في system js احنا بنعمل زي تكامل ما بين after من component احنا محتاجين ايه عشان ننتج مشروع js احنا محتاجين ال people's او اليوزر اللي بيشتغل في المشروع محتاجين يبقى معانا software او البرنامج بتاع js او على سبيل المسال البرنامج الارك js محتاجين يبقى معانا hardware او laptop او pc اللي احنا بنشتغل عليه محتاجين يبقى معانا database نفسها اللي احنا هنخزن فيها البيانات بتاع js محتاجين يبقى معانا procedures او الوصائق او او شكل الطبيعة الشول اللي احنا نشتغل بيها وبتكامل الخمس حاجات دي نقدر ننتج system js جائس طيب الجائس functions او وظائف الجائس احنا وظائف الجائس هم ايه؟ capture او تجميع store او تخزين query او استعلام analysis او تحليل display او عرض او boot او اخراج هم دول ال6 function اللي احنا هنتعامل بيهم او اللي بيعملهم الجائس وهنشرح كل واحدة فيهم بالضبط التفاصيل اول حاجة او اول وظيفة هي التجميع البيانات انا في الجائس بقدر اجمع البيانات ازاي؟ اما بجمعها من paper map يعني مصدر البيانات بتاتي قد يكون ببرماء بخريطة ورقية زي ما احنا اتفقنا بنعمل لها scan وبعدين بنعمل لها georeference خلاص بتبقى صالحة ان انا اقدر اشتغل عليها GIS وارسم العناصر اللي احنا شايفينها في الخريطة طيب قد يكون بداية المشروع بتاعي او بداية الشغل بتاعي نقطة coordinates يعني ايه؟ يعني مثلا حد بتاع survey ابتدى ينزل الموقع بتاع المشروع بتاعي ينزل بJBS وابتدى يجبلي نقطة من الموقع بيجبلي الاهداثيات بتاعتها النقطة دي عبارة عن ايه؟ ممكن تكون نقطة عبارة عن Landmark أو علامات أرضية وهنبتدي قدام شوية نفصل يعني ايه Landmark عشان دي هنحتاجها كتير في مشاريع الجائس تمام؟ قد تكون النقطة دي نقطة جسات مثلا قد تكون النقطة دي نقطة أبار ايا كان النقط دي بترمز لايه؟ احنا اتفقنا ان طالما النقطة دي لها x, y ثابت يبقين فتدخل معي SystemJS نعم؟ يبقى كده قد تكون بداية المشروع بتاعي ان انا بجمع البيانات بتاعتي يكون بداية المشروع بتاعي هو برعا ايه؟ عن نقطة coordinates وببتدي أوقاها في SystemJS تتحول ل Point وابتدي بقى بقية المشروع بتاعي وبنقنا على ال Point دي طيب قد يكون البيانات بتاعتي جاي من ال GPS مباشرة يعني ايه؟ يعني فيه انواع من ال GPS تقدر ان هي تعمل connection مباشرة على الجهاز فساعتها انا اقدر اكون نقطة على ال GPS مباشرة واخد منه القرايات بتاعته بطريقة مباشرة طيب قد يكون مصدر المشروع بتاعي او شكل تجميع البيانات بتاعتي عبارة عن Digital Data يعني انا عشان ابدأ مشروع مش لازم ابدأه كله من الاول يعني مش لازم كل الليرز ابق انا اللي رسمها من الاول مش شرط انا ممكن اكون مثلا اروح للشركة تانية بتبيع data مثلا واروح اشتري منها طبق الترود مثلا وعشان اكمل شهري او روح اشتري منها طبق بتاعت الجيولوجيا مثلا عشان اكمل انا المشروع اللي فيه التخصص بتاعي يبقى كده تجميع البيانات بتاعتي جالي عن طريق Digital Data خلاص بعدين كده ايه مصادر تجميع البيانات الوظيفة اللي بعدها وهي وظيفة تخزين البيانات الdatاباس بتاع الجاس بتحمل نوعين من الformats للdata فيه format اسمه Vector Data او Vector Format وفيه format تاني اسمه Raster Format طيب ايه الفرق بين الاتنين وايه شكلهم ايه تعالنا تخيل كده ان ده الهايوي بتاعنا او الطريق ده انا عايزة امثله مرة كأنه Vector Data ومرة كأنه Raster Data الاول الرaster دي عبارة عن ايه؟ الرaster ببساطة هي عبارة عن image الدي بتبقى زي بتبقى عبارة عن بنسميه مصفوفة مجموعة من البيكسل او مجموعة من الصفوف والاعمدة لما بيتقاطهم مع بعض بيعملون المربع بنسميه بيكسل البيكسل ده او الخلايا دي دايما بتحمل value هي في الاساس طبعا بتحمل x و y اللي هو بيعبر عن location لكن هي برضو استخدامي لها بيبقى زيه ان كل بيكسل من دول بتحمل value او بتحمل رقم بيعبر عن القيمة طب الـ value دي بتختلف حسب اصلا نوع الرaster دي يعني لو الرaster دي مثلا عبارة عن حاجة اسمها ديم او digital elevation model او يعني صورة ارتفاعات او خريصة ارتفاعات يبقى ازن الـ value اللي جوه كل بيكسل بتعبر عن ارتفاع يعني لو جيت عند الـ pixel دي لقيت ان الـ value اللي فيها وغدة 100 يبقى ازن الارتفاع في المنطقة دي 100 متر شفت بيكسل تانية لقيت الـ value اللي فيها 50 يبقى ازن الارتفاع في المنطقة اللي وقع في الـ pixel دي ارتفاعها 50 متر طيب لو الرaster دي اصلا نوعها الرaster بتعبر عن درجات الحرارة يبقى كل value في الـ pixel هي عبارة عن درجة الحرارة يعني لما روح الـ pixel اللي لقيها الـ value اللي فيها 20 يبقى ازن درجة الحرارة في المنطقة دي من الـ pixel درجتها 20 درجة لو روحت عند بيكسل تانية لقيتها 15 يبقى الـ 15 دي بتعبر عن درجة الحرارة وهكذا طيب لو هي هيا satellite image عادية زي دي مثلا علو نعمل ننزل صورة بس شامل المثال اللي يوضح دي صورة يبقى عن satellite image هي بالنسبالي راستر تمام انا لو جيت عملت zoom اين كده زي بالضبط الصور اللي احنا بنلقاطها بالموبايل انت لو عملت zoom هتبتلي تشوف الـ pixels اللي شكلت الصورة طيب المربعات دي هي دي الـ pixel كل مربع من دول شايل رقم الرقم ده هو ايه هو درجة اللون اللي هو ما بين الـ white والابيض يبقى درجات اللون دي هي اللي خلت عيني تمايز الظاهرة يعني انا مثلا عرفت افصل ان ده شارع بينه وبين المباني ازاي ان المنطقة بتاعت الشارع وغدت درجات بتاعت الرمادي في فرق بينها وبين منطقة الـ pixelات اللي وغدت درجات الرمادي في الفاتح او الابيض فعيني يقدر تتميز ان ده شارع وده عبارة عن ايه عبارة عن مبنى وهكذا طيب يبقى يبقى الـ raster نفسها ايه ان انا تكوني ان انا بعيني شافت مجموعة الـ pixelات اللي لونها رمادي اللي بتعبر عن الشارع يبقى دي كده الشارع في حالة الايه في حالة الـ raster format طب اما للشارع في حالة vector format بيبقى عمد ازاي دي مسلا طبقة الشوارع تتغير لونها انا دلوقتي برسم line بس line ده نوع ايه نوعه vector format طيب كل بكل vertex من اللي انا بحطها دي وانا بحطها بتاخد x و y طيب بتاخد x و y من اين؟ بداية من ان الصورة اللي انا برسم عليها الصورة دي معمول لها إرجاع جورافي يعني الصورة دي من الاول معمول لها إرجاع جورافي فاي حاجة او اي feature انا هبتدي ارسمه من عليها هو كأنه هيهش منها الحداثيات اللي انا مشدت عليها بالماوس بس مع ملاحظة شرط ايه ان الصورة دي متعرفة جورافيا او معمول لها due reference ولذلك ال line اللي هبتدي ارسمه من عليها هو كمان هيبقى متعرف طيب ال line ده بيتكون من ايه من مجموع من vertex كل vertex منهم اول ما بحطها بتاخد x و y بس اول ما بخلص line ده عملنا double click انا كده من يسبلي ده ال line او ده الشارع بس وهو ايه وهو vector format تمام كده يبقى الخط اللي بالاحمر ده هو ده الشارع هو vector format لو انا وقفت عند اي حتة من الخط لو بصنا في المنطقة اللي تحت دي هي دي المنطقة اللي بتقولي قرية الاحداثيات في المكان ده كل ما هتحرك بالماوس على طول الشارع انا قدر اتعرف على الاحداثيات الجديدة للمكان طيب تاني عشان ما انتهش احنا ايه اللي جابنا من منطقة الرستر والفكتور احنا بنقول ان ال data base او طريق تخزين البيانات في سيستم الجائس انا عندي اتنين format للبيانات vector format ورستر format قلنا ان الرستر ده هو عبارة عن الصورة تمام مثل بتشغط خلاص الرستر دي هي عبارة عن الصورة اللي بتعامل معاها اللي هي بتتكون مجموعة من البيكسل وكل بيكسل اتفقنا ان هي بتبقى واحدة في الاساس x و y وبتبقى واحدة value بتعبر عن الرقم ده او كل value دي بتعبر على حسب نوع الصورة اللي معايه تماما vector format هو عبارة عن زي خط متصل كل vertex فيهم بتاخد x و y بس بمجرد ما بخلص الخط اقدر اتعرف على اي احداثيات على طول الخط بتاعي database بتاع الجائز تقدر تخزن فيها الاتنين format دول اللي هما الايه اللي هما vector واللي هما الراستر طيب الوظيفة الثالثة لسه جمان فيه slide تانية للشرح بتاع الفيكتور والراستر احنا مسلا لو احنا في الجائز بنتعامل مع point فده شكلها في الفيكتور هتبقى عبارة عن point كده حسب السيمبل اللي انا بختاره وده شكلها في الراستر هتبقى كل point منهم وده البيكسل بتاعها هي طريقة التعبير بتاعتي في الراستر هي عبارة عن ايه عبارة عن بيكسل طيب لو الظاهرة اللي بتاعتي دي نوعها line فلو هي vector هيبقى ده شكلها عبارة عن خط متصل بالشكل ده ولو هي راستر هتبقى عبارة عن بيكسل متصلة بالشكل ده لونها مختلف عن اللي حواليها فقدر تميز بين خلالها الظاهرة طيب لو هي بوليجون هيكون عبارة عن مضلع او شكل مغلق بالشكل ده ده في حالة الفيكتور لو هي راستر هتكون عبارة عن بيكسل متصلة مع بعض لونها مختلف او الباليوز بتاعتها مختلفة عن اللي حواليها فقدر تفت برضو اميزها بعيدا ده بالنسبة للموضوع بتاع الفيكتور والراستر طيب الوظيفة اللي بعد كده هي وظيفة الكويري او الاستعلامة ايه يعني استعلام يعني انا بتاعتي في الجائس متخزن فيها مجموعة كبيرة من البيانات طب افرض ان انا عايز استعلم عن عينة معينة يعني ايه مسلا يعني انا مسلا عندي مجموعة من الشوارع فانا عايز اعمل سيلكشن للشوارع مسلا ال ال طيب بتاعها برايمري الشوارع الرأسية فقط لا هير الاتاعتي او بتاعت الترق دي بتحتوي على جميع انواع الشوارع انا عايز اخد عينة بس بتعبر عن الشوارع الرئيسية يبقى أنا هستخدم حاجة اسمها query أو استعلام واروح هستعلام عن العينة بتاعت الشوارع الرئيسية فقط فيكون الإجابة بتاعته وبالغة عن إيه وبالغة عن selection طيب الكويري عندي في الجائس ممكن يجي بطريقتين أول حاجة إن أنا يبقى معايا المكان بتاعي المظاهرة وعايز عرف هي اسمها إيه وممكن يكون أنا معايا الاسم وعايز عرف المكان في جميع الأحوال أنا عندي التولز اللي بتقدر توصلني للمعلومة زي إيه مثلا زي إن أنا هروح للبنمج العرق إحنا مثلا عندي بيزمير بالشكل ده وعايز عرف المحافظة اللي هي باللون الأخضر دي هي اسمها محافظة إيه فأنا هروح هستخدم حاجة اسمها identify وروح هعمل click على المحافظة دي فهيقول لي والله إن دي محافظة جنوب سيناء طب لو عملت click على المحافظة دي هيقول لي دي بني سويف لو عملت click على دي هيقول لي دي محافظة بحر الأحمر يبقى ده نوع من أنواع الكويري طيب افرد إن أنا العكس إن أنا معايا لإسمي بتاع المحافظة وعايز أعرف هي فين يبقى هنعمل إيه هنعمل حاجة اسمها select by attribute طبعا إحنا بنمر سريعا بس عشان إحنا دي المحاضرة بنظري لكن بعد كل ده إحنا لسه هنأكد عليه بالعمل بعد كده في المحاضرات الجاية النوع الثاني من الاستعلام هروح بس أقول له إن إحنا عايزين إن إعمل استعلام في layer بتاعت حدود المحافظات وهقول له المحافظة اللي إسمها بيساوي مثلا الإسكندرية وهقول أوكي فهعمل لي selection على منطقة محافظة إسكندرية طبعا عايز أغير عايز مثلا أعرف محافظة تانية هبتدي أعمل كده وأقول له name اللي بيساوي مثلا الودي الجديد وهقول أوكي هبتدي أعمل لي selection على محافظة الودي الجديد يبقى أنا كده عرفت أستعلم بطريقتين مرة كنت ماسك المحافظة نفسها وعايز أعرف هي اسمها إيه ومرة تانية كان معاي اسم المحافظة وعايز أعرف هي فين أصلا من ضمن الإيل layer بتاعت المحافظات الوظيفة اللي بعد كده هي وظيفة الانالسيز طبعا إحنا عندنا في الجائس أنواع كتيرة جدا من أنواع التحليلات طبعا إحنا زي ما إحنا يعني متفقين من الجائس ده داخل في مجالات كتيرة جدا زي التخطيط زي الجيولوجيا زي يعني تقريبا جميعا في روال الهندسة كل الناس دي أو كل التخصصات دي بتقدر أنها تستخدم الجائس طبعا إن الفيتشورز اللي هتتعامل معها لها x, y, 7 البقى إذا إحنا عندنا أنواع تحليلات كتيرة قوية على حسب نوع التخصص بتاعت شخص اللي هيستخدم الجائس في مشروع فعلى سبيل المثال وليس الحصر طبعا عندي أنواع تحليلات بتعتمد على قرب العناصر من بعضها زي إيه مثلا زي أن أنا يبقى عندي وعايز أقول مثلا إن أنا عايز أعمل سيليكشن أو أخد عينة من الشوارع اللي بتبعد مثلا خمسين متر عن المباني أو مئة متر عن المباني فهتكون الحل إيه إن أنا أعمل حاجة اسمها بفر أو بفر زون حوالين طبقة بتاعة الروت مسافتها خمسين متر أو مئة متر حسب ما إحنا عايزين فهيبتدي يطلع لي كل يعمل لي سيليكشن أوتوماتيك لكل المباني اللي دخلت في البفر زون ده يبقى أنا كده أوتوماتيك بطريقة أوتوماتيك قدرت تمسك كل المباني أو عام سيليكشن لكل المباني اللي بتبعد عن الشارع مئة متر بطريقة أوتوماتيك النتيجة إيه؟ نتيجة سيليكشن عشان بدايات أنا عمل بقى إيه قد يكون مثلا أنا عايز دي العينة بتاعتي قررت إن كل الشوارع أو سوري كل المباني القريبة من الشارع دي هتتحول مثلا لمباني إدارية مش هتبقى مباني سكنية وهكذا وكمل نوع إيه للتحليل بتاعي طيب فيها نوع تانية من التحليلات عبارة عن نتورك زي مثلا يكون عندي طبقة من الشوارع وطبقة مثلا داندو ماركة أو طبقة بوينت بتعبر عن المستشفات وتم إبلاقي مثلا بلوكيشن اللي حصل في الحدثة يعني حد بلغني إن في حدثة حصلت في الـ X و Y ده ومطلوب مني إن أنا أرد عليه رد سريع بأقرب مستشفات لمكان حدوث الحدثة دي عشان طبعا سلولة التنقل وكمان هقدر أقول له إيه التراك اللي هيمشي فيه تمام؟ التراك اللي هيمشي فيه وإيه الوقت اللي هيستخرقه للوصل لمستشفى وممكن هرد عليه بأكتر من حل يعني هقدر أقول له أهرب 3 مستشفات أو أهرب 5 مستشفات وأقول له التراكات بتاعتهم وأقول له والله المسار ده قصير لكن مثلا بياخد وقت أطول عشان فيه يوترنات مثلا أو كسفة المرور فيه أعلى من الطريق التاني وكذا بحيث إن هو يتخذ القرار بسرعة عشان يقدر يوصل بالمصاب للمستشفى ده برضو نوع من أنواع التحليلات في الجاي اس الوظيفة اللي بعد كده هي وظيفة الديسبليي أو العرض طيب لو أنا عندي داتا بتاعة الجاي اس وعايز أعمال لها دسبليي يعني عايز أعرضها القارئ بتاعة البيانات دي هقدر يشوفها إزاي هو ممكن يشوفها في صورة مابس أو خرايط ويقدر يشوفها في صورة رسوم بيانية أو جرافز ممكن يشوفها في صورة ريبورتات أو تقارير طيب لو أنا جيت قولت الوقتي إن أنا عايز أعمل دسبليي للخريطة دي داتا اللي معانا دي وأقول إن أنا هتلاها في صورة مابس هل أنا لو عملت سيف للصورة دي بالشكل ده أنا كده اسمي بعمل خريطة ولا لأ أنا كده لو طلعتها يعني لو تخيلت إن الرسم اللي قدامك ده وبارة عن مابس لا هي دي مش مابس هي دي مجرد صورة ليه لأن أنا كوني إن أنا أقول عليها خريطة يبقى لازم يكون عليها الأساسيات بتاعة الخريطة ليه إيه يعني لازم مغفوظ تكون دي على يكون فيه اتجاه الشمال يكون فيه عنوان بالخريطة أصلا يكون فيه سكيل بار أو مقياس رسمة شاء لو حد عايز يقسم مسافات مثلا وعايز يارفها بتكافئ أديها الطبيعة يكون فيه مفتاح للخريطة بحيث إن أنا بعارف الخط الأحمر ده بيعبر عن إيه أو البوينت اللي لونها أزرق دي بتعبر عن إيه وهكذا يبقى لشكل اللي قدامي ده ما قدرش أقول عليه مابس ليه؟ لأنه ما فيهوش أساسيات الخريطة لكن إمتى قدر أقول عليه ماب لما يكون فيه أساسيات الخريطة زي إيه؟ زي مثلا دي كده لو دي مضموعة عندي على وراء قدر أقول عليها ماب ليه أدي العنوان ابتجاج شمالي بالسكيل اللي بيعبر عنه كل الألوان والرسومات أو السيمبولز اللي في الحريطة خلاص دي بالنسبة لي اسمها خريطة يبقى إذن إن أنا أنتك خريطة ده نوع من أنواع ديسبيلي أو إن أنا طريقة من عرض البيانات بتاعت الجائس اللي عندي طيب فيه طريقة تانية اللي هي قدر أطلع البيانات اللي عندي في صورة جرافز أو أشكال بيانية زي مثلا لو إحنا معانا اللير بتاعت حدود المحافظات دي وعايز أعمل بها شكل بياني يعني إيه شكل بياني طبعا زي ما إحنا شايفين بوليجونزلتات المحافظات دي أحجامها مختلفة أحجامها مختلفة على حسب إيه؟ على حسب مساحة كل محافظة فلو أنا جيت مثلا عايز أعمل شكل بياني بيعبر عن مساحات المحافظات زي مثلا الأعمدة البيانية ساعتها قارئ لشكل بياني أول ما يشوف العمود الأطول وهيبتدي إقرا تحت اسم المحافظة تحت كل عمود فهيبتدي من خلال الرسم البياني يقدر يعرف مثلا أن أكبر عمود هو رايح لمحافظة الودي الجديد يبقى ديه أكبر محافظة أصغر عمود مثلا رايح للأصور يبقى ديه أصغر محافظة عندي وهكذا وظيفة الشكل البياني إن هو بس بيقدر يغني عن الرسم ويقدر يعطي معلومة عن أو تمثيل بياني يعني أنا من خلال الشكل بياني أقدر أعرف معلومة عن الداتا اللي موجودة عندي طيب برضو ممكن أقدر أعمل display أو عرض للبيانات اللي عندي في سورة تقارير إن أنا البيانات اللي عندي دي أقدر أطلع بيها زي جدول كده بس طبعا التقرير ده هيكون البيانات الوصفية فقط لهير وأقدر أطلع جدول مثلا لحدود المحافظات جدول بيعبر عن اسم المحافظة بالعربي اسمها بالانجليزي والكود ومساحة المحافظة في تقرير يبقى أنا كده عملتي display للبيانات اللي عندي بس ده display للبيانات الوصفية فقط من غير رسم في بديد طرق displaying عندي في بيئة الGIS الوظيفة اللي بعدها هي وظيفة الإخراج أو الoutbook فمنقول إن إحنا نقدر نخرج البيانات بتاعت الGIS في سورة paper map برضو طيب إحنا يبقى كده إذن البيبر ماب دي ظهرت مرة كأينبوت أو كمصدر من المصادر المشروع ومرة تانية ظهرت كoutبوت أو مصدر من مصادر الoutبوت في بيانات الGIS لكن في المرة التانية لما جيت أنتجها تاني على سورة paper map هكون مرت بمراحل كتيرة أقدر ساعدها لأننا أنتجها بشكل مختلف زي مثلا لأننا أنتج نفس المنطقة بس بس كيل مختلف زي أن أنا أتحكم في ظهور اللير إيه يعني أنا أتحكم أممكن أكون زودت اللير تانية ممكن أكون أخفيت اللير من اللي كانت موجودة في مصدر الخريطة اللي أنا رفمت منها وهكذا يبقى هي برضو عملت إنتاج أو قطعة لهاية paper map لكن اتحكمت فيها وغيرت فيها عن مكانة وقت ما برسم منها طيب قد يكون الoutبوت بتاعي أو وسيلة الإخراج بتاعتي من بيئة الجائز مثلا عبارة عن image يعني أو صورة جي بي جي يعني مثلا لو أنا جيت هنا في ال data بتاعتي دي أقدر أعمل file export ما أقدر أخرجها على صورة جي بي جي وكده البيانات بتاعتي أهو كده دي ال format اللي أنا قدر أتحكم فيها وبعد كده البيانات بتاعتي كلها خرجت على شكل صورة أو جي بي جي قد يكون برضو وسيلة الإخراج بتاعتي على ال GIS ممكن تكوني للإنترنت يعني أنا مسكت ال data base بتاعتي عملت لها publish على server مثلا وبقى أكتر من يوزر يقدروا يتعملوا connect عليه عن طريق نت زي على سبيل المثال مثلا اللي أنا أكيد مسلا تعملنا مع برنامج جوجل ears جوجل ears دوت في بيانات يعني إحنا نقدر نفتح layers زي layer road مثلا دي عبارة عن data ترفعت على server وأنت من خلال account بتاعك أو بتقدر تتمل connect على server بس من خلال نت بس أنت في الحالة دي لا تملك data أنت مجرد مستخدم لل data يعني إنت لا تملكة على هاردة عندك يعني إذا ما معكش نت مش هتقدر تشوف في ال data دي لو لو صاحب ال data نفسها أخل server أو أخفى البيانات دي إنت برضو مش هتعرف تشوفها إبعا أنت كده مجرد بس قارئ للبيانات لكن لا تملكها وده الفرق بين لما يكون معك إنت ال data base ولما تكون ال data base دي على server طيب وسيلة تانية من وسائل إخراج البيانات في الجاي إس هي الماب لجمنت أو الملف الاماكس دي اللي احنا هنتكلم عليه في أول ما نبدأ في العملي بإذن الله بديه كده الوظائف الست وظائف بتوع الجاي إس لو بصنا عليهم تانية عشان ما نكونش نسينا أو الوظيفة تجميع البيانات تخزين البيانات query أو الاستعلام والانالسيس أو التحليل والdisplay أو العرض وإخراج البيانات أو الoutput طيب أنا دلوقتي لو بتعامل مع vector data لو أنا دلوقتي هبتدى مسل البيانات بتاعتي على هيئة vector إيه طرق التمثيل بتاعتي؟ إحنا عندنا ثلاث أشكال رأسية بمثل بهم الظاهرات على هيئة vector ليس لهم رابع يعني إيه؟ يعني أنا جميل أشكال اللي ممكن تتخيلها أقدر أمثل بيها الفيتشورز اللي دخلها معي في الجاي إس في بيت في البيكتور فورمات يعني بتالت أشكال اللي هم إيه؟ line والpoint والبوليكون دعالوا كده نفقر مع بعض line زي إيه مثلا يعني الوقتي معيه ظاهرة عايز أمثلها line زي إيه مثلا زي الشوارع زي خطوط السكة الحديد زي خطوط القهربة زي موصيل ماء والصرف كل دي شكلها بيقولي إن هي تتمثل على هيئة line طيب الpoint زي إيه مثلا زي الـ city زي الـ landmark زي إيه كمان زي مثلا البولز أو المحابس اللي على خطوط المية على مواصيل المية زي الجوينت اللي على خطوط القهربة وهكذا طيب إحنا لدينا واقفة بس عند الـ landmark دي لازم نبقى عارفين يعني إيه الـ landmark لأن إحنا هنحاول نحن نستخدمها كتير على مدارة الكورس بتاعنا الـ landmark دي هي العلامات الأرضية المميزة يعني مثلا لو إحنا بنشتغل في نوع مشروع تخطيط عمراني أنا أساسي معي لازم معي ليه رسمها الـ landmark الـ landmark دي عبارة عن إيه أنا بعبر عنها بـ point والـ point دي في الغالي بتوع المباني يعني إيه الـ landmark دي علامات أرضية مميزة زي إيه زي مثلا زي بنزينة نقطة شرطة بنك مستشفى مسجد مدرسة كل دي علامات أرضية مميزة طيب هي لازمتها إيه معي لازمتها ان entsprechmed مشاريع التخطيط مثلا لما أجا وصف شارع مش هقولك بص انت تدخل في الشارع اللي على نصية عمره لأن الطبية التشارع مليان عمره أو مليان مباني لكن لما قولك انت هتدخل فالشارع لنصيته بنك دي بالنسبالي علي مأرضية مميزة لما قولك انت هتدخل في الشارع اللي على نصيته سوبر ماركت دي بالنسبالي علي مأرضية مميزة طيب هي في الأساس عبارة عن مبنى لكن هو مش مبنى سكني هو مبنى مميز فدايما بزود بكسف المعلومات في المشاريع التخطيط بان انا برسم حد المبنى بوريجون عشان يعبر لي على مساحة المبنى وبقول زى كان المبنى ده مميز او غير مميز بالبوينت بتاعت الاند مارك اللي هي بتبقى طبعا في طبقة تانية ده معنى لاند مارك عشان بس مش عارف يعني ايه لاند مارك يبقى فاهم لان دي ورد جدا نحن نستخدمها في المشروع بتاعنا في الكورس تمام طب زى ايه البوليجون مثلا البوليجون ده يعني شكل مغلق هو ليس يعني ليس شكل هندسي يعني كل الاشكال الهندسية عبارة عن بوليجون بس افرد مثلا هو مش دايرة مش مستطين مش مربع طبعا كل دول اشكال من اشكال البوليجون بس افرد ان هو شكل عشوائي بس مغلق يبقى انا بسميه بوليجون او مضلع طيب دايما بعبر عنه على الظاهرات اللي هي ليها مساحة او اللي انا عايز اعرف ليها مساحة زى المباني مثلا زى القطع الاراضي زى الحدود الادارية زى حدود الدول كل دي منسبة لي عبارة عن بوليجون او مضلعات طيب احيانا لما منيجي نسأل الناس مثلا يعني قلنا كده على نمازج او امثلة للاين فيقولك مثلا ايه ممكن حد يقولي الانهار وحد تاني امراض دا عليه قوله لا دا الانهار مت مش لاين دا الانهار بوليجون فساعتها هقولي ان الاتنين دول صح يعني اللي قال الانهار دي لاين واللي قال ان هي بوليجون هاعتبر الاتنين صح طيب في حالة البوينت حد تاني حد يقول السيتي انا ممكن اعتبرها بوينت وحد تاني يقول لا السيتي دي عبارة عن بوليجون في الحالتين برضو اقدر احسابهم صح طيب امتى اقدر اصد اقول ان الظاهرة دي هتتمثل لاين او بوينت ام بوليجون ماينفعش بس شكل الظاهرة ايه لازم استنى كمان اشوف ايه اشوف اللي انا هشتغل بيه في المشروع بتاعي او اللي انا همسل بيه البيانات بتاعتي زي ايه مثلا زي الانهار لو لو النهر دا تعالى تخيل مثلا ان انا بتكلم على بيانات في حجم مثلا قارة افريقيا لو انا بستخدم بيانات في حجم قارة افريقيا نهر النيل بالنسبة لها هيبقى عبارة عن ايه انا مش هقدر امسله غير بلاين ليه لان حجم او الاسكيل بتاعي الداة بتاعتي ما يتوحليش ان انا ارسم معرض المجرى بتاعنا هنليل يبقى ساعتها انا مش هقدر ارسمه غير بحالته ايه انه هو لاين يبقى لو انا في اسكيل كبير هقدر ساعتها مسل الظاهرة دي ببوليجون لو انا في اسكيل صغير ساعتها هقدر امسل الظاهرة دي لاين فقط اهيه طيب كذلك الستي اللي قال ان هي بوليجون صح ليه لا انا مثلا بتكلم على مستوى حد الادالي لجمهورية مصر العربية مثلا فساعتها محافظة القاهرة هينفع ان هي تظهر كبوليجون في حين ان انا لو بتكلم على نفس مدينة القاهرة او محافظة القاهرة بس بالنسبة لقارة افريقيا انا كبيري ان انا اقدر امسلها على ان هي بوينت يبقى في البرضو في السكيل الكبير اقدر امسل نفس الظاهرة مرة بوليجون ومرة في السكيل الصغير تتمسل على شكل ايه على شكل بوينت طيب احنا زي ما اتفقنا البرنامج او الصغير اللي احنا هنتعامل معه في الجايس هنتعامل مع برنامج اسمه ما نكرر عكايس برنامج اسمه دون تتوار عن اكتر من واجه لبرنامج نحنا بنسطب البرنامج مرة واحدة زي الأوفيس كدا يعني انا تباتطب الافيس كأنها نركوا برنامج واحد لكن بيظهر فيها اكتر من انترفيس مثلا البرنامج الورد واحد للأكسس واحد البوروينت و lil36s الخ intelligence هي شي شبه بتركوا برنامج اسمه كامل لكن يظهر منيras من انترفيز. الاتنين انترفيز اللي هنركز عليهم هم advanced map وال Project. لكن احنا لسه معانا Arc toolbox. معانا حاجة اسمها Arcsine. معانا حاجة اسمها josimi 파 정말 yellow communist. لكن احنا في المستوي المبتدئ بتاعنا مش هنستخدم اي حاجة في التلاتة التانية. احن كل تعاملنا هيكون مع اتمين انترفيز رئيسيين هما rôle priests. طيب كل واحد من من الانترفيز ده كل واحد من الانترفيز دي لديه وظيف مختلفة على التالي. اه وظائف الارك ماب هي الديس بلاي او العرض والاديتينج والكويري والانالسز والشارتينج والليبورتينج. يعني ايه? يعني لو انا عايز اعمل اي حاجة من الحاجات الموجودة قدامي دي يبقى لا ساعتها هفتح برنامج او انترفيص الارك ماب عشان اقدر اعمله. زي ايه مثلا انا عايز اعمل ديشتايزنج. انا عايز اعمل ادتينج على اداة كانت مرسومة قبل كده. انا عايز اعمل اشكال بيانية احنا عايزين نعمل ديسبلي او اعدادات انتاج خريطة او ليه اود. كل ده انا باستخدم فيه برنامج الارك ماب. طب مما لامتا استخدم الارك كاتالوج. اقدر استخدم الارك كاتالوج في حالة ان انا بعمل براوزنج للداتا او ان انا بعمل بانج للداتا او كريت للداتا اصلا. يبقى ازا لما باجي اعمل ديزاين للداتا بيز احنا اتفقنا ان احنا في الجهة اس بنتعامل مع داتا بيز او قاعدة بيانات. تصميم قاعدة البيانات بالكام بيتم من خلال البرنامج او انترفيس الارك كاتالوج. اي تبع ديزاين الداتا بيز بستخدم فيها الارك كاتالوج. واي حاجة في الارتنج او في الرسمة او في الاشكال البيانية او ما يمس اي ديسبلي يبقى انا بستخدم الارك ماب. تاني لما احب ابني او اعمل ديزاين للداتا بيز يبقى انا بستخدم الارك كاتالوج. لما احب اعمل ادتنج في البيانات اللي متخزنة في الداتا بيز يبقى انا بستخدم الارك ماب. مراحل اعداد مشاريع جائز لو احنا عايزين نعمل دلوقتي جائز بروجيكت ايه المراحل اللي انا همر بيها بالترتيب عشان انتج مشروع من خلال جائز اول مرحلة لازم ابدأ بيها هي مرحلة الداة كوليكشن قبل ما ببدأ المشروع بتاعي لازم اجمع مصدر البيانات اللي اشتهد بيه المشروع بتاعي طب ايه مصدر البيان ده مصدر البيان زي ما اتفقنا الراجل ده كده عمال يجمع في مصادر البيانات اللي احنا هنبتدي نرسل منها او هنشتهد بيها في المشروع الجائز بتاعنا ياما اجيب مصدر البيان بتاعي من صور جوية ده النموذج ديها ياما اجيبها من ساتيريت ايميج او من مرئيات فضائية اما بجيبها من paper map او قد يكون المشروع بتاعي collection من دول كلهم يعني عادي جدا ممكن المشروع بتاعي يكون جزء منه متاخد صورة فضائية وجزء منه من paper بكمل البيانات بتاعتي من paper map او يكون مصدر واحد منهم هما الثلاثة عادي مفيش اي مشكلة طيب اللي يهمني اعرفوا ايه الوقتي اللي يهمني ان انا بقول ان اول مرحلة لازم ابدأ بيها المشروع بتاعي هي مرحلة ايه data collection او ان انا بجمع البيانات بتاعتي طيب تاني مرحلة تاني مرحلة هي create database طيب انا جمعت البيانات بتاعتي عايزة create database بتاعتي طيب بكريتة database ازاي بتخيل الريالتي او الوقع بداي وبابتدي ابص بصة كمان على مصدر المشروع بتاعي اللي وقد يكون السرعة الفضائية وابتدي اخلطهم مع بعض طبعا ده شكل تخييدي بس مش اكتر عشان اوصل design للdatabase وبعدين في الاخر ادني الdatabase بتاعتي بمناسبة بشكل ده احنا الستوانة الماضية عندنا في الجائس هي دايما بتعبر على الdatabase يعني كل ما نيه نشرح على وتلاقي الرمز اللي قدامك هو عبره عن استوانة كده يبقى تعرف انه بيتكلم على الdatabase طيب ايه الحاجات اللي جواها دي هي مجموعة الليارز اللي احنا اتفقنا عليهم احنا اتفقنا ان احنا البيانات بتاعتنا بتدخل الdatabase فهي بيتم تنسيقها على شكل layers فكده دي شكل الdatabase بتاعتي ودي مجموعة الليارز اللي بتحمل البيانات طيب تعال مضرب كده مثل بالصورة الفضائية اللي موجودة قدامنا كده هنفتح برنامج الarchjs ودي من نسباتي عبارة عن صورة فضائية فناتب ان ده مصدر مشروع بتاعي لو جينا مسلنا مراحل اعداد المشاريع هنبتدي نقول ان احنا روحنا اشترينا الصورة الفضائية دي او جيبنا الصورة الفضائية دي بقى انا كده معديت بقول مرحلة تاني مرحلة عاملة ايه ان انا ابص بصة كده على الصورة الفضائية دي عشان اشوف هي بتحتوي على ايه وابتدي اعمل شكل تخيولي للدزاين اللي هيكون عليه الdatabase فهو احنا بنتفرج على الصورة كده احنا شايفين ايه شايفين شوية شوارع تمام يبقى انا كده قررت من خلال رؤيتي للصورة دي ومن خلال الهدف بتاعي من المشروع بتاديت اقولي ان انا هيبقى معايا الليل للرود تمام نوها لاين لان الرود بالنسبالي في الحالة دي بيتمثل على ايه على شكل لاين طيب بالنسبة المشروع بتاعي انا عايز اوصف الرود ده بايه يبقى معايا مثلا فلد بيقول بقول في اسم الطريق او اسم الشارع فلد تاني هقول فيه نوع الشارع فلد تالت هقول فيه عدد الحرار فلد رابع الماتيريال بتاع الشارع فلد كمان عن سرية المرور او كذفة المرور وهكذا يبقى اذا دي المعلومات اللي انا عايز اعرفها عن الشارع يبقى انا كده الجزء الاولاني من انواع البيانات في الطبقة اللي هي قلت ان هي هيترسم على شكل اللاين خلاص يبقى انا كده بمجرد من هرسم اللاين يبقى انا جبت المعلومات المكانية طيب هبتدي عايز اعرف المعلومات الوصفية بقى انا هبتدي ادخل على الاتيبيوت تابل بتاع اللير الروت وابتدي اشوف اسم الشارع وعرضه والماتيريال بتاعته ونوع وهكذا من كل البيانات الوصفية اللي احنا اتفقنا عليها تمام طيب واحنا ماشيين كده بنبص برضو على الصورة الفضائية بالاندماج ما بين رؤيتي للصورة الفضائية ومتطلبات المشروع بتاعي قررت ان هيكون فيه كمان لير تانية للبلدنج تمام احنا شايفيني فيه بلدنج اهو احنا في وسط المدينة يبقى انا قررت ان انا هعمل لير كمان نوها بوليجون لان البلدنج بيتمثل على شكل بوليجون فخلاص كده قررنا ان احنا يبقى معانا لير تانية للبلدنج نوها بوليجون وعايز اوصف البوليجون ده بايه في التابل يبقى انا هعمل فيه رقم المبنى وفلد تاني فيه مثلا ارتفاع المبنى بالامتار وفلد تاني عدد الادوار وفلد تاني حالة المبنى ده ايه منتاز رضيء متوسط فيه اللي تالت لاستخدام المبنى وهكذا يبقى انا كل البيانات اللي عايز اعرفها عن المبنى البيانات الوصفية هصيغها في صورة ديزاين في التابل الملحق بالليير دي طبعا كل الحاجات دي هتوضح بالعمل انا بس يعني زي ما اتفعنا في الانتردكشن نظري كده بنمر مرور سريع على كل مراحل الجائز وبعد كده في العملي هنقول طبعا كل الحاجات دي بالتفصيل بتتعمل ازاي تمام كده يبقى احنا كده في تاني مرحلة من مراحل اعداد مشاريع الجائز وهي كدهية اللي ايه الديو داتابيز طيب المرحلة اللي بعدها مرحلة الديو ريفرانس او الارجاع الجغرافي يعني ايه ارجاع الجغرافي يعني انا مثلا مسكت الصورة الفضائية او الصورة الورقية اللي بتعبر عن المنطقة اللي انا عايز اشتغل عليها سيستم جائز بتاعي وباستخدام طول بار اسمه ديو ريفرانس ابتديت اقول موقع اللوحة دي فين من شبكة الاحداثيات بتاعت القرى الارضية يعني انا من الوقتي عايز اشتغل على خريطة معينة انا عايز الاول اعرف الخريطة دي موجودة في انه مربع من شبكة الاحداثيات عشان اي رسمة هيتم على الخريطة دي هو كمان هيكون معروف مكانه فين من شبكة الاحداثيات تمام زي ما اتفقنا ان البيانات اللي انا بتعامل معاها في بيئة الجائز هي بيانات جغرافية فلو انا ما قلتش المعلومة اللي بتعبر عن الوكيشن او الـ X و Y يبقى اذا انا كده ما باشتغلش على بيانات جغرافية يبقى اول ما ببدأ كل البيانات اللي هتدخل معايا في سيستم جائز لازم يكون متعرف الوكيشن بتاعها او موقعها ايه من شبكة الاحداثيات او الـ X و Y بتاعها ايه طيب في المراحل الترتيب ما بين مرحلة الجيوريفرونس اللي هي تالت مرحلة وما بين مرحلة كرية الداتابيز اللي هي تاني مرحلة الترتيب ما بينهم مش هيفريق بمعنى ايه طبيعي زي ما اتفقنا ان انا لازم ابدأ باول مرحلة اللي هي الـ Data Collection نحن متفققين على كده بعد الـ Data Collection يعني اما ادخل على المصدر اللي انا اشتريته او اللي انا جبته من مصادر البيانات ادخل عمله جيوريفرونس او اما ادخل على طول على مرحلة كرية الداتابيز وبعدين اعمل جيوريفرونس او هما الاتنين في نفس التوقيت يعني يبقى معايا اتنين موظفين واحد منهم بيعمل داتابيز واحد منهم بيعمل جيوريفرونس تمام يبقى ما بين الخطوة الثانية والثالثة الترتيب فيه ومش هي ايه مش هيختلف لكن ابتداء من الخطوة الرابعة لازم بعد كده الترتيب يكون متسلسل يعني ايه خطوة الرابعة اللي هي الـ Digitizing انا مش هقدر عمل الـ Digitizing لما كون لازم مريت بالثلاث مراحل دول اللي هما الـ Data Collection وكريت الـ Data Base والـ Geo Reference بعد ما عملت الثلاث مراحل دول ادخل على المرحلة الرابعة اللي هي الايه اللي هي الـ Digitizing يعني ايه Digitizing ترجمتها يعني شاف شاف يعني ايه يعني انا ماسك قصادي مصدر مشروع اللي هو الصورة الفضائية او اللي هو الـ Scan Map وبينماوس عمال احط مجموعة من الـ Vertex اللي هتشكل الشكل اللي انا محتاج ان انا ارسمه طيب احنا ليه ما قلناش drawing مثلا او رسم ليه قلت Digitizing او شاف لان Digitizing بتعني ان انا شايف حاجة قدامي وبشفها لكن draw قد تعني ان انا كون برسم من مخيلتي فاحنا هنا في الجائس احنا مش بنرسم من خيالنا لا احنا لازم تكون الظاهرة موجودة قدامنا فهي اتراستر مثلا الاول عشان احولها لفكتور عن طريق الـ Digitizing وطبعا في مرحلة الـ Digitizing يستحسن ان احنا يبقى معانا موس طبعا هو ممكن لو انا بتعامل مع لابتوب اشتغل بالتوتش وكده بس طبعا هيكون الموضوع بطيئ جدا لو مش بنستخدم موس الافضل طبعا يبقى بنستخدم موس لان دايما اللي بيعمل الـ Digitizing ده بيبقى مطلوب منه سرعة لانه هيعمل الـ Digitizing لحاجات كتيرة فاحنا بنبقى محتاجين كوالتي وسرعة طبعا اللي بيعمل المرحلة الـ Digitizing ده لازم يكون شغال بموس طيب المرحلة اللي بعد كده اللي هي المرحلة الخامسة اللي هي مرحلة الـ Attribute Table او ادخال البيانات في الـ Attribute Table برضو مش هقدر ادخل على المرحلة الخامسة دي غير لما يكون مريت بالأربع مراحل السابقين دول بالترتيب طيب ايه مرحلة الـ Attribute Table دي؟ احنا الوقت تريدنا نرسم الظاهرات اللي ما وجونا عندي في الـ Satellite Image مثلا رسمنا الشوارع ورسمنا المباني وهكذا طب انا عايزة بطيدي ادخل البيانات الوصفية اللي في الـ Table طيب البيانات الوصفية دي لو انا في حالة ان انا المشروع بتاعي باشتغل من Scan Map في الغالب هتكون البيانات الوصفية موجودة على الخريطة الورقية يعني ايه؟ يعني لو احنا دلوقتي بنعمل Digitizing مثلا سمينا مثال Topographic Map فغالبا البيانات اللي هتدخل في الـ Table هي الـ Already ظاهرة قدامي في الخريطة الورقية يعني انا دلوقتي مثلا بحط Point بتعبر عن نقطة المناسبة تمام؟ شابش مهندس لو قدرت تثبط لنا الشيشة بس تمام؟ انا الوقتي بعبر انا الوقتي بشتغل على مثلا برسم الـ Point اللي بتعبر عن نقطة المناسب اللي في الـ Tobographic Map او الخريطة التبغرافية فـ Already كل Point منهم هي مكتوب عليها الرقم المنسوب بتاعها فخلاص فقدرت انا كده دلوقتي بقيت برسم الـ Point من اللوحة وبدخل الرقم اللي بيعبر عن منسوب الـ Point دي من الخريطة الورقية تمام؟ طيب لو انا مثلا برسم وادي ففي الغالب برضو هيكون الوادي اللي موجود قدامي في الخريطة اسمه ظاهر فخلاص انا قدرت اجيب البيانات اللي هتتخزن في الـ Attribute Table وهكذا ده في حالة ان انا بشتغل من خريطة ورقية طيب في حالة ان انا بشتغل من سترعة image في النوع ده من المشاريع كل البيانات اللي هتدخل في الـ Attribute Table هي في الغالب هتجيلي من فلد Survey يعني ايه؟ يعني انا بالاضافة للموظف بتاع الـ JIS او الرجل اللي بيرسم بيبقى ليه صديق او بيبقى ليه زميل تاني معاه في الشغل من قسم سربي او قسم المساحة اللي بنسميه المساح هو ده اللي بينزل الفل دي جيب لنا البيانات طيب ايه هي البيانات اللي بيجيبها؟ او الطريقة دي بتتم ازاي؟ بتتم عن طريق ان بتاع الـ JIS هو اللي بيبتدي الاول في زور بيبتدي يرسم الظاهرات زي الشوارع والمباني مثلا اللي موجودة على الـ ايت يا باش مهندس بس شوف لنا المسج اللي بتظهر دي حلها ايه؟ انا عمالا اي حد بكتب حاجة بلغي عرضول بعمل للرمو او او انا لغيت برضو بس فيه مسج عمالا تظهر كده ان في حد عايز يعمل كنترول على السرين انا بغيه الظرف طيب ميشي وشوانس دكتور حوليك ممكن تعملي دي سيبول انوتيشن؟ انا عملت اعملت دي سيبول انوتيشن اوكي تمام خلاص اكمل كده زي ما تفهمها؟ خلاص كده؟ طيب اللي بيحصل في النوع ده ان المشاريع بتاعت التخطيط انهنا زي ما اتفقنا بيبهم معانا اه اتنين موظفين واحد بتاع الجائز واحد تاني بتاع سيرفيك اللي بيبدأ فيهم الاول هو بتاع الجائز بيبتدي يمسك الصورة الفضائية يبتدي يرسم الشوارع والمباني اللي هو شايفها طبعا بيدول اي بيانات وصفية لان طبعا في الصورة الفضائية لا باين اسم الشارع ولا حالته ولا رقم المبنى ولا التلان ده كله فبيبتدي بتاع الجائز ده بيرسم طبقة الشوارع والمباني وبيبتدي يطبعهم على ورقة مثلا حجمها اين هو وبتاع السيرفيك بينزل اللوكيشن بنفسه بينزل المكان نفسه اللي احنا رسمين فيه اللي بتاع الجائز رسم فيه بينزل معاني الخريطة الورقية اللي اتطبعت من البيانات اللي اترسمت باستخدام الجائز وبينزل معاني مزج استمارة كده ده بيبقى معد مسبقا ده بعمل زي جدول بيحصل ايه بقى بيبتدي على الخريطة الورقية نفسها يدي سيريا النامبر مسلا على الشوارع يدي مسلا لشارع معين يكتب فيه رقم واحد ده في اللوحة او في الخريطة اللي مطبوعة من الرسم بتاع الجائز ويبتدي في الاستمارة يفصل لي يعني ايه رقم واحد ده فيبتدي في الفلد بتاع السيريا اللي يقول رقم واحد ويبتدي في الفلد بتاع الاسم يقول لي اسم الشارع ده ايه وعرضه وفي الفلد بتاع العرض مسلا يحط لي الرقم بتاع العرض وفي الفلد بتاع النوع يحط لي نوع الشارع ايه وهكذا كل البيانات اللي انا عايز اعرف وبعدين يروح يمشي في شارع تاني زي ده مسلا يدي له على اللوحة الورقية اللي اتبعت من رسم بتاع الجائز يدي له سيريا الرقم اتنين وييجي في الاستمارة يبتدي يفسر رقم اتنين دي بتاعني ايه على مستوى اسم الشارع والنوع والمتاليال والسرعة وهكذا وبعدين يمشي في شارع تاني يدي له في الخريطة الورقية رقم ثلاثة ويبتدي في الاستمارة يفصل لي رقم ثلاثة دي ايه يبقى كده المرحلة بتاعت السيرفيي انتهت ييجي بقى فيسطو للراجل بتاعت جائس مرة تانية هيبتدي يعمل ايه بقى؟ هيفتح الرسم اللي القرية دي كان رسمه من فيسبوك ويبتدي يمسك معاه اللوحة المطبوعة اللي هي كانت انطبعت من الرسم بتاعة فيز وان ويمسك معاه الاستمارة بتاعت السيرفيي اللي هو بتاع المساح الجن الفل ويفتح الثلاثة حاجات دول قدامه يبتدي بقى في مرحلة ادخال البيانات في الاتريبيوت تيبل يبتدي يشوف الشارع اللي مطبوع ده اللي ميديله رقم واحد يعمل له سيليكشن في الداتا ويبتدي يجي يقرأ توصيف من الاستمارة ويبتدي يدخله في الاتريبيوت تيبل يعني لو ركزنا في الصورة دي انا ببتدي اعمل سيليكتهول الشارع يعني هنشوفها عاملية احسن خلاص هنعتبر مثلا ان ده الرسم اللي احنا رسمناه طبعناه وجالوا يتعمل له فيلد سيرفيي هنبتدي نعمل سيليكشن هنا للشارع ده مثلا ونبتدي ندخل في الاتريبيوت تيبل بتاعه نبتدي نكتب البيانات هنا في الجدول بناء على الاستمارة لجائلة من الفل وبعد ندخل على الشارع ده بتدي اكتب البيانات بتاعته من الاستمارة واعرف هو فين والسيري النمر بتاعه من خريطة وهكذا بعد دي كده مرحلة ايه مرحلة ادخال البيانات في الاتريبيوت تيبل المرحلة السابقة وهي مرحلة التوبولجي يعني ايه الاول التوبولجي التوبولجي ده يعني العلاقات المكانية ما بين الفيتشارز او ما بين اللير يعني ايه يعني احنا اتفقنا ان انا دلوقتي لو انا بتكلم في الرسم بتاع المدينة فاحنا رسمين مجموعة من الطبقات طبقات طبقات طبق للشارع وطبقة للمباني وطبقة الريال وي وطبقة للبارسل وهكذا مجموعة من الطبقات الطبقات دي فيه علاقات مكانية بتربطها او فيه علاقات مكانية بينهم وبين بعض قد تكون العلاقة المكانية دي ما بين اتنين فيتشار في نفس اللير يعني ما بين اتنين روت او شارعين في النفس اللير 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 بتاعت الريال او اتنين بيلدنج في نفس اللير بتاعت البيلدنج وقد يكون العلاقة المكانية دي ما بين اتنين فيتشار بس في اتنين لير مختلفين يعني مثلا علاقة ما بين الريال وما بين البيلدنج طيب زي ايه العلاقات دي زي مثلا ان انا اقول ان لو انا بتكلم على مستوى layer 1 ان features اللي موجودة في layer road هي عبارة عن network يبقى ايه العلاقة المكانية اللي بتربط features اللي في نفس layer بتاعت the road دي ان هما ما بينهم network يعني ايه يعني لازم كل lines اللي في layer بتاعت the road يكون مع ملوم connection ببعض طب connection ده هيؤدي الى ايه هيؤدي ان انا لما يجي اقول ان انا عايز اوصل من النقطة اللي وقع على الشارع ده وعايز اروح للنقطة اللي في الشارع التاني ايه track اللي هيوصل ليها طب التراك ده هيترسم ازاي؟ هيترسم عن طريق ان الشارع ده ملتقي بالشارع ال intersect معاه عشان يقدر يوصل للنقطة دي يبقى لو الشارعين دول اصلا مش معمول لهم connected both فهم مش هيقدر يبقى فيهم track ما بينهم طب تعالوا نشوفي الكلام ده ازاي تمام؟ يعني احنا الوقت دي طبقة الشوارع كل طبقة الشوارع دي لازم يكون ما بينهم connection يعني ايه؟ يعني هم وصلين ببعض فلما اجي اقول ان انا عايز اوصل من المكان ده للمكان ده يبقى track بتاعي هيبقى هيمشي كده لغاية ما يقابل الشارع ده لغاية ما يمشي ويجي للنقطة اللي انا قلت عليها طب لو الشارعين دول مش متقابلين مع بعض او مش ملتقين مع بعض في نفس النقطة التراك وهو ماشي مش هيعرف ان فيه شارع هنا يقدر يمشي فيه فهتلاقي التراك مكمل معك لفوق عادي مش هيحس خالص ان فيه اي شارع ملتقي معاه يبقى انا كده لو ما متأكدتش ان العلاقات المكانية في طبقة الشوارع ماشية بشكل مظبوط انا مش هقدر استخلص نتائج مظبوطة يبقى لو جينا فقرنا فيها معنى كده ايه ان انا مقدرش هاخد اي نوع من الوان الانالسيس غير لما اكون عملت التوبولجي على الداتا بتاعتي طول ما انا معملتش التوبولجي طول ما انا عارف ان النتائج اللي هتجيلي اوتوماتيك مش مظبوطة لانك ممكن يكون فيه مشاكل في الرسم طيب زي ايه تاني طبعا التوبولجي ده حاجة كده يعني بناطفها مش عادة من خمس ساعات احنا طبعا بنمر عليه مرور سريع كده نظريا يعني زي ايه تاني زي مثلا علاقة ما بين اتنين بلدنج في نفس اللير اللي هو مثلا بنقول ان ما ينفعش ان يكون فيه بينهم اوفرلاب طب اوفرلاب دي معناه اكيد انت في الواقع مفيش اتنين مبنى فوق بعض تمام فلو انا جيت برسم اتنين بوليجون قريبين من بعض وخطأ في الرسم جي حصل ان انا عملت فيه حتة تطابق او اوفرلاب ما بين المبنى ده والمبنى ده ده معناه في الطبيعة ان ده مش موجود في الطبيعة فده خطأ في الرسم لازم الاول ان انا صلحه قبل ما بتدعم الاناليز تمام على سبيل المثال لو انا عندي مثلا بتكنف في اللير البوليجون اللي بتعبر عن حدود محافظات لو فيه نسبة تداخل ما بين محافظتين جنب بعض وجات مثلا نقطة نقطة سيتي او نقطة مدينة وقعت في الجزء المتداخل ده لما اجا نعمل عليها كويري اقول مثلا عايز اعرف النقطة بتاعت السيتي دي وقع في اني محافظة فالكويري يبتدي يجيب لي اين هي وقع في القاهرة وفي بني سويف طب ازاي يعني هي المدينة في محافظة بني سويف والقاهرة في نفس التوقيت اكيد لا يبقى دي كده خطأ في الرسم ادى الى خطأ في المدينة طب لو خلينا نتخيل ان الخطأ ده كان عبارة عن جاب او فراغات يعني جاب يعني فراغ ما بين الاتنين بوليجون انا طبعا عارفين ان الحد الاداري ده ما ينفعش يبقى فيه اوورلاب او جاب طب لو السيتي بتاعتي وقعت في منطقة الفراغ او منطقة الجاب هاجي اعمل كويري عليها اقول عايز اعرف السيتي دي طبع محافظة ايه مش هتطلع طبع اني محافظة طب ازاي ما هي واقعة في نص مصر مثلا ازاي ما تطلعش طبع اني محافظة هذا برضو نوع من انواع الخطأ في الرسم ادى الى خطأ في النتيجة او يكون مثلا ما فيه علاقة ما بين اتنين فتشار بس في اتنين ليه المختلفين زي مثلا علاقة الروض والبالدنج ان ما ينفعش يبقى فيه اوورلاب او انترسكشن او يعني نسب التداخل ما بين الروض وما بينين البالدنج فلو انا جيت خطأ في الرسم دخلت جزء من الروض جوا البالدنج ده معناها ان في الطبيع ان الشارع ده داخل جوا المبنى او المبنى ده وقع في نص الطريق وده طبعا مش مضبوط وهيقدي الى خطأ في الايه في الانالسز بعد كتا يبقى قبل ما ادخل على مرحلة الانالسز لازم نكون مخلصين مرحلة التوبولجي ودي بتبقى عبارة عن مجموعة من الرولز دي طبعا مجموعة الرولز اللي موجودة في السوفتوير انا بغذي بيها قاعدة البيانات وبيبتدي يعمل زي سكان كده على الداة زي يعني شبهها دايما بالانتي فيروس التوبولجي ده بغذيه بقايمة الرولز او الشروط اللي انا عايزها تتوفر في الرسم فالتوبولجي بيعمل زي سكان او فاليديت على الداة بيشوف الرسم التاعي يحقق الشروط اللي انا قلت له عليها ولا لأ والمكان اللي ما حققش الشروط اللي انا مديهه له ويبتدي يقولي ده هنا فيه مشكلة طيب طريقة التصليح بتاعتي عبارة عن ايه عبارة عن ايه عبارة عن ادتينج عادي جدا مشيه يبقى هو التوبولجي يساعدني في ان انا لقي المشكلة لكن تصليح المشكلة لا بيبقى عبارة عن ادتينج وده ما فيش طبعا اسهل من مشكلة الحقيقية ان انا لقي طريقة اوتوماتيك تطلعلي المشاكل اللي اقاتي فيها في الرسم ده بالنسبة لمرحلة التوبولجي بعد ما عملنا التوبولجي ساعتها اقدر اوصل لمرحلة الاناليسز واتفقنا ان احنا عندنا انواع كتيرة من الاناليسز في الجي ايس زي النيتورك مثلا وده شرحناه من شوية اللي هو انا عندي مجموعة من الروتز وبوينت تانية بتعبر عن المستشفيات ولو حد قال لي الاكس والوي بتاع المكان الحارس اقدر اقول له التراك اللي هيمشي فيه وارا مستشفى ايه وهيوصلها في وقت قدي فيه انواع تانية من التحليلات زي مثلا تحليل اسمه سباشيا الاناليسز ده بيعتمد مثلا عسابين مثلا ان انا عندي دم او خريطة ارتفاعات او صورة ارتفاعات اقدر من خلالها ان انا عامل ترايس للأودية يعني لان الأودية طبعا عبارة عن المكان المنخفض ما بين المرتفعين فلو انا جيت راستر بتعبر عن ارتفاعات البرنامج بمطالة البساطة هيقدر يعمل ترايس للأودية فهيمر ساعتها بمجموعة البيكسل ساعتم بتاعتها اقل من البيكسلات المرتفعة اللي حواليها فهيقدر بالبساطة يرسمني شبكة الأودية او كنتور مثلا كل ده هيفصل اوتوماتيك عندي تاني تطبيقات تانية او نوع تاني بتحليلات اللي هو الـ 3D analysis وساعتها هنقدر هنعتمد على 3D dimension هيبقى معانا كمان الـ X و Y يبقى معانا الزت وساعتها لو انا مثلا معي ارتفاعات المباني اقدر عرضها بشكل مجسم وهكذا ومعايا تطبيق تاني زي utility network مثلا اللي هو بيتطبق على المشارية زي مواصيل الميا والصرف والغاز والقهرباء وساعتها النوع ده من التطبيقات بيتحلي ان انا يبقى معايا المسار او اتجاه بتاع الـ data يعني مثلا الـ source والـ sync واقدر ساعتها عرف المسار بتاعي يماشي او اتجاه الحركة ماشي منين لفين بحيث مثلا ان انا بتعامل مع مواسير ميا وجيت مثلا عايز اقف المحبس بتاع المصورة دي ابقى عارف ايه المواسير المعمول لها الـ connection مع المصورة اللي انا بيتعمل لها سيونة او مثلا مصورة انفجرة يبقى انا عارف مسبقا انا هقفل انه المحبس للـ ID بتاعه ورقم كذا اللي هو اصلا بيغزي المواسير الفلانية اللي هي دخلة في المنازل اللي ارقامها كذا 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 فابتدي بسرعة ابلغ اصحابي البيوت دي او المنازل دي ان انا هقطع عنكم مثلا الميا المدة قد كده عشان عشان احنا بنعمل سيونة في المصورة الرئيسية وكذا المرحلة اللي تمنا وهي مرحلة الكارتوغرافي او الاعدادات ما قبل الطباعة واللي بيحصل فيها ان احنا بنتخيل الـ reality عامل ازاي والراجل الكارتوغرافر ده بيمسك الـ data base اللي معاه بيقدر يعمل لها شوية selection و classification و symbology فبحيس ان مثلا الجزرتين والكبرى دول اللي في الـ reality ازهاروا بالشكل ده في الخريطة عشان الخريطة لما توصل للماب يوزر او قارئ الخريطة يقدر يقراها ويحللها ويقصها وكده احنا خلصنا الـ introduction النظري وممكن باقي بشواندس ندي وقت كده للاسئلة او المناقشات اول شكر حضرتك يا بمحاضرة ممتعة و استفدت كتير جدا منه بسبب الشخصية اه.. تمانا ايه حتى عمد شيء سيئلة بس يا اعمل رئيس هند ايه بش مانساعد اتفاضر فونتس السلام عليكم عليكم السلام عليكم وغلا ارقة اسلام عليكم اهلم بيكي دكتورة فهوزي الله يخليك وظاهر لوزل برسم البلغين على حدود السطح ولا مطلوب برسمه على القارة التي تأتي على الأقل طيب، هل هناك سؤال أخرى؟ لا، لا، تفضل يا حمد طيب، هذا السؤال جداً ومفيد جداً في الأخصان في المشاريع التخطيط اللي دايماً بيبقى الرسمي دايماً من سطحية الإمج وطبعاً بيقابلنا مشكلة إن المباني لها ضل، تمام؟ زي مثلاً الصورة دي، الصورة دي تقطط بزاوية معينة يعني إيه بزاوية؟ مثلاً هعمل بس تعديل صغير في الصورة بحس تظهر بشكل أوضح، تمام؟ الصورة الفضائية دي الزاوية اللي تصورت بيها هي زاوية ميلة، يعني كأننا بصين للصورة دي من الزاوية بتاعتنا يعني كأننا بصناها من الاتجاه اللي احنا شايفين بالصورة دلوقتي فطبيعي إن المباني اللي ليها ارتفاعات أعلى من اللي جنبها هياخدوا امتداد أكبر يعني مثلاً، لو أنا جيت دلوقتي بارسم الشارع ده، المفروض الشارع ده ماشي على سطح الأرض يبقى الشارع لازم يترسم بالزبط في السنتر لاين بتاع الصورة، زي إيه؟ زي مثلاً أنا أرسمه بالشكل ده أنا هاجي هنا هرسم الشارع ده بالشكل ده، طيب وأنا برسمه، المبنى ده كان عالي شوائد فالمفروض إن إحنا شايفين إن كأن المبنى ده قطع الشارع، هو في الحقيقة المبنى مش قطع الشارع، الحقيقة إن المبنى ده موجود بس موجود في مكانه على القاعدة مش على السطح طيب وأنا برسمه وعمل إيه؟ أنا برسمه طبعاً أنا هرسم بس في أي رئير بس عشان المسأل يوضح، أنا هرسم في رئير بحور بس عشان المسأل يوضح فأنا دلوقتي المفروض لما أجرسم مبنى مرتفع زي ده، أنا برسم من على السطح، ليه؟ لأن السطح هو اللي إيه؟ هو اللي ظاهر قدامي، تمام؟ وأنا محتاج إحنا محتاجين إن إحنا نرسم المبنى بالحجم بتاعه، فالحجم بتاعه أو مساحته مش هيبان غير على السطح بس بعد ما برسمه باخده بالطول دي اللي اسمها إيه التول؟ أعمل له شفت على القاعدة، تمام؟ يبقى أنا برسم على السطح عشان أخد من السطح المساحة والحجم لأن أكيد طبعاً الحجم من القاعدة هو هو، يعني أو مساحته في القاعدة هي هي مساحته على السطح، فأنا برسم المبنى على السطح وبيعمل له شفت القاعدة أنا سوري بصير أن أنا أعطيت حضرت المسقط بتاع المساحة بتاع السطح، أكبر المساحة بالنت بتاع الأرض لأن فيه بروز بلوكونات، بلوكونات، البروز ده بيبان في سطح، لكن أنا لو أعطيت تحت البلوكونات تحت المساحة تجد العقاد من دي بالضبط، بص هو على حذب المشروع، هو على حذب المشروع باش مهانس، لو أنا المشروع بتاعي هيترسم من صورة زي دي، فدي طبعاً مش دي الصورة أو رزليشان بتاع الصورة اللي هيبان فيها النوع ده من المشاريع أنت حركة كده بتتكلم أن أنت مصدر المشروع بتاعك ممكن يكون اللي هو الكالكات أو الحاجات المعمولة على الكاد، مش كده؟ يعني أنا من خلال الصورة فضائية دي، لأم مش ده مش ده؟ لا، أنا بكلم على ساتالايت، أنا بكلم على ساتالايت نفس الإيميج اللي قدام حضراتك دي، بس أنا بجي برسم، أنا عملت بلوكونات زي لحذيك عملت بالزبط، بس أنا واسق إنه أنا مساحة تو أكبر من مساحة الأرض، ثانياً لما بجي عملله شفت، بعمله شفت بالويم، يعني ما عنديش سكيل عشان أحضراته كم سنطر بتاعك، عشان نزل على القاعدة تاعنا. تمام، هو بص، هو أنت كده لو أنت بتتكلم على مشروع في التفاصيل دي، مش ده مثلاً مش ده رزليشة الصورة، أنا المفروض أرسم بيها، طب لو أنا في حالتي، في حالتي اللي قدامي القاعدة بتاعتي بتقول إيه؟ إن أنا برسم على سطر بتاع المبنى، عشان أجيب منه المساحة، طبعاً مش ده خالص الصورة اللي بيجب منها البلاغونات والحاجات دي، فأنا الوقتي هرسم كده، أنا الوقتي رسمت ده سطح المبنى، تمام كده؟ يبقى أنا كده متأكد إن الشكل ده، والمساحة دي هي بتاعت المبنى، لأن بالتأكيد سطحه زي قاعدته، وبعد ما بخلص عشان أخد الإكس والمبنى، لازم أعمله شفت على القاعدة، على المكان وفي القاعدة. ده كده ده كده لا يعنى لو أنا استغنت عن الصورة، ده كده اللوكيشن الحقيقية بتاع المبنى، تمام؟ بس عشان المساحة، لكن المساحة هاخدها من السطح، مش بأخدها من القاعدة، تمام كده؟ شكراً جزيلاً، شكراً جزيلاً، يا عافية مش مهندسة بش مهندسة هانات، أنا أمور ايا مع حضرتك ايوة دلوقتي انا كنت عندي كذا سؤال تمام بعد ايان انا بشكر حددك جدا على الشرح الشرح فعلا ممتاز جدا وانا اي نعم انا وضع كورسة قبل كده بس فعلا استفدت جدا وانا بشكر حددك على ده جدا اعطى لا ايه يا رب تستفيد دايما يا رب يا رب تانية حاجة كنت عايزة اسألك انت كنت في الشرح بتقولي ان فيه راستر بتعبر عن الحرارة زي الاليفيشن الموديل الدم هل الراستر دي موجودة فعلا او لا او ده كان مثال من حضرتك ولو موجودة اقدر نزلها من يد لا هي هي مش بتتنزل هي المفروض انه ده من الراستر انا بجيب الاول بيانات يعني هو ده كده احنا ندخل في انالسيز الراستر تمام اللي هو من الاول ان انا اجيب مثلا زي بوينت بشكل عشوائي بتعبر عن ارتفاعات على دراجات حرارة يعني مثلا اروح عند البوينت دي واقول ان درجة الحرارة في المنطقة دي كذا والبوينت دي درجة الحرارة في المنطقة كذا اصبح البيانات اللي بتغطي منطقتي هي عبارة عن ايه عن بوينت من نوع فيكتور تمام يعني ايه يعني الداتا بتاعتي منفصلة تمام كده يعني المكان اللي مفروش بوينت مقدرش عارف الحرارة بتاعته طيب افرد ان انا عايزة دي زي مؤشر كده او هو يقولي الاريا بتاعتي كلها بتقريب درجة حرارتها كعبارة عن الرنجات زي يعمل كونيكت بين البيكتور بين البيكتور دي و البيكتور دي ويجيبلي مترسط في النصر اه لا هو مش مش هاد ممكن نعملها عن طريق راستر ان انا ادي في عندي انواع من التحليات الراستر زي الانترقليشن مثلا في حاجة عندي في اسمها في سباشيال اناليسز ممكن اختار اي طريقة من طريقة الانترقليشن ابتدي اقول ان البيكتور دي تتحول لسيرفز او بيكتور راستر بتاخد رينج منطقة معيامة بالتقريب يعني السوفتور هو اللي هيعملها هيبتدي اتوقع يعني درجة الحرارة في الحتة دي كزا ودرجة الحرارة في البوينت اللي جنبها كزا يبقى بالتقريب المنطقة دي في الوسط ما بينهم يا تتبع دي يا تتبع دي تمام؟ انا من خلال البوينت دي اقدر احولها لسيرفز او راستر بيديني البيانات متصلة لكن البيكتور دي لم يعبر عن بيانات منفصلة اي مطح تمام جدا طيب عندي سؤال كمان نوع سؤال مستاذك بس انا فعلا محتاجة نعرفه اوكي اهمية عمصر الخريطة يعني اي اهمية تجاه الشمال الاسكيلبورد الليجن اكيد معروف الاسكيلبورد الاسكيلبورد بس انا عايز اعرف اي اهمية الاسكيلبورد والنورس أره لان انا حقيقة مش عارفة الفرق بينهم مش الفرق انا مش عارفة اي فايداتهم او تمام تمام هو انا مبدئيا هشتغل دي من سميها الماب إليمنت او أساسيات الخريطة اللي هو انا مثلا الاتة اللي عندي دي انا بستخدمها في البرنامج لكن هبتدي ان انا اطبعها اطبعها على ورقة فالمفروض ان الماب يوزر او قرق الخريطة هو دي الورقة اللي قدامه دي لازم يكون فيها كل التفاصيل اللي هيقدر يعرف منها المعلومات ما عندوش اي وسيلة تانية اللي يعرف بها المعلومات زي ما احنا في بيئة الجائس تمام؟ طيب اتجاه الشمال ده لازمته ايه؟ لازمت انه انا لما امسك الورقة دي اوجيهها ازاي؟ اوجيهها بالطول ولا بالعرض؟ يعني انا بامسك الخريطة دي وماشي بيها في المنطقة ام بقى عارف ان الخريطة دي اتجاهها طول ولا بالعرض يعني الممكن لم تلصيك الورقة دي ماشي تمسيكيها بالطول او بالعرض وبما إنه رسمة فأنتي مش شرط خالص اتجاه الرسم إزاي لأ فاهم أصلي يعني أنت الوقت يمسك خريطة تمام أنت عايزة تعرفي التوجيه بتاع الخريطة ده أمسكها بالطول مثلاً ولا أمسكها بالعرض الداتة بتاعتي مسترسلة فأني اتجاه فدايماً اتجاه الشمال بيدل على اتجاه الشمال هو اتجاه خريطة اتجاه الخريطة أكيد لو أنا عارفت الشمال أقدر أعرف فين الجنوب وفين شارع وفين غرب تمام كده ممكن نفس الداتة ممكن وأنا بطبعها اطبعها بالطول وممكن نطبعها بالعرض على حسب الحجم الورقة اللي معايا وعلى حسب شكل الداتة اللي معايا تمام كده تمام جدا باتجاه الشمال ده لازم يبقى موجودة شناعها في زي يوجيه الخريطة تمام طيب اللي سكيل بور بقى أنا لو عايز من الخريطة دي أخذ أياسات إحنا اللي سكيل مقياس الرسم ده عبر عن إيه التنسيب ما بين المسافة اللي على الخريطة وبينها وبين الطبيعة يعني لو أنا قلت إن المسافة إن السكيل بتاع الخريطة دي سكيل 1 إلى 100 ألف يعني إيه 1 إلى 100 ألف يعني الواحد سنتي مثلاً على الخريطة بيكافئ 100 ألف سنتي على الطبيعة فلو أنا جيت مثلاً مسكت يعني أنت هنخيل الداتة اللي قدامنا دي كده كأنها دي الخريطة الورقية فلو أنا جيت إست كده المسافة ما بين الحتة دي والحتة دي تبقى تسنتي يبقى أنا كده عرفت إن أنا لما هنزل الطبيعة المسافة ما بين الحتة دي والحتة دي عبارة عن مئة ألف سنتي أو كيلومتر تمام يبقى أنا كده قدرت من خلال لخريطة أن أنا أعرف أخذ منها إياسات تمام وحادثك إن شاء الله هتشرحي النتورك أنالفي لا النتورك أنالسيس ده حتة أدبانسد لسة عليها كثير عشان كده فأدبسي حاليك قلت كان في حتة كده كان في النتورك فعشان كده أنا بسأل لا لا إحنا في الانتوردكشن دي زي ما اتفقنا الجايز ده ترك طويل جدا جدا طبعا فإحنا في الانتوردكشن دي بنتدي كده زي يعني مرور كده على كل مراحل الجايز عشان نبقى فاهمين بس السيستيم ده احنا بنستغنمه في إيه وكده بس احنا في الكورس بتاعنا ده هنبقى في مرحلة المختلق بس طبعا مش هبقى فيها نتورك أنالسيس طيب بالنسبة للسيمبولوجي اللي هو بيبقى مخطط وفيه نقاط وفيه خطوط بألوان مختلفة والكلام ده ده بيستخدمه في إيه واستخدمه إيه طيب انا هوريك نموذك كده اه 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 احنا كده شايفين الخرطة الجيولوجية اللي قدامنا دي اه اه حاجة انت قصودي حاجة شرح كده صح ان البوليجون يبقى لون وفيه خطوط مثلا اه صح كده مش انت قصودي كده طيب انا بستخدمه في ايه حاجة زي كده زي الخارطة الجيولوجية دي الخارطة الجيولوجية دايما دي بتبقى حاجات ستاندورد كده يعني يعني المفروض ان الرمز ده عند الجيولوجين يعني مثلا ان البوليجون ده او الجيولوجيكال يونيت دي اه في زمن معين وخدت او نوع صخري فيها حاجة معينة فالمفروض ان هو الجيولوجي اول ما يشوف السيمبول ده اللي هو الدرجة دي من اللون والتهشير ده اللي جواها هيعرف اليوح او نوع صخور بتاعتها او نوع صخور بتاعتها ايه ففي مثلا دي حالة من اللي انا مكبر فيها ان انا استخدم البوليجون بتاعي السيمبولجي بتاعه بقى واخد دون وبقى واخد تهشير كمان في نفس الوقت او نوع صعب 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 اذا شانسة محمد كامل شانسة محمد أخير برشانسة عمر او السلام عليكم اجدلك الله كل خيرين يا دكتور و اجدو واحدة استفاد كتير جدا أنا عمر مهندس senior survey engineer ورأسكم طرق أمام 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 هناك سؤالين أسألهم وأنا بس في الأول لما اتخركت يعني ساعدت في موضوع GAS ده شوية أنا أحاول أشتغل في أي حاجة فيه فمعرفتك فأنا أسأل بالوقت حال الماركت بتاع GAS في الوطن العربي وفي مصر خصوصا إيه الأبليكيشنز اللي شغالين فيها وممكن الواحد يبدو يفكر فيها ده سؤال أولاني ده سؤال تاني هو بالنسبة للسؤال أناليسيز لا ينفع يتعمل على ديتا فيكتور ولا راستر بس بس هما ده السؤال طيب هو الأول لحالة السوء إحنا طبعا الجويز دلوقتي يعني أعتبر يعني لا ينعانه في مجالات كتيرة جدا يعني تقريبا جميع الهيئات الحكومية والوزارات بالإضافة طبعا للقطاع الخاص أصبح فيهم مقسم للجائس على الأقل يعني أو على الأقل عن دوم مشاريع بيستعينوا بها بشركات متخصصة للجائس بيعملوا المشروع بتاعه فلو حراك المجال بتاعك طبعا من الحاجات اللي بيتطبق فيها سيستم جائس يبقى أصبح من الضروري أنك تتعلمه بمعام ده بالنسبة للسؤال الأولانية لو عايز تفاصيل أكتر ممكن يعني ممكن تدلني على سؤالك تاني بالحصول الحتة دي أنا لا أصدق أنا أصدق أنا أصدق مثل أنا أعرف أن الوزارة مثل وزارة الرأي فيها مكات كبير جدا للجائس سؤال مثل قطعة مثل الرأي ممكن يستفيد للجائس مثل هذه الموضوع موضوع بوردرس أو مثلا موضوع 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 الأناليسس بعد كده إنه يتدي فيه حاجات قوي دخلة في المواضيع دي يعني مثلا وزارة مثل وزارة الرأي تستخدم أي حاجة ملموسة على الأرض تمام يعني مثلا في قطاع الرأي ده أنا الأشياء التي أتعامل معها هي زي مثلا لو إحنا بنتكلم على الأموطر مثلا تمام فده قسم قسم كامل أو يعني قطاع كامل في وزارة الرأي مثلا الأنطرة دي هي عبارة عن الجسم ليه لوكيشن ثابت أنا محتاج شكله ومساحته وكل الفيتشرز اللي فيه أبتدى أرسمها جائس يعني مثلا هرسم الهايكل بتاع الأنطرة والبغيل مثلا هرسمها كشكله وهاخد مساحتها وهعمل سيرفي مثلا أخد النقط بتاعة الجسات يبقى دي معي ريير بوينت فيها كل المعلومات اللي أنا عملت لها مثلا المشروع ده بيبقى بدايته سيرفي طبعا السيرفي بيقعد مش أقدي من كام سنة عشان في الآخر بتاع الجائس ياخد مثلا كام شهر في الرسم فعهم قصدي يعني دي ده ده من أنواع المشاريع اللي السيرفي فيها شغل كتير جدا جدا وبيجري على هيئة تقارير وبيانات وصفية وفي الآخر أنا محتاجة أصيل البيانات دي في شكل داتابيس فساقيت هيكون الحل إن أنا أعمل داتابيس هرسم فيها اللي هي ليها لوكيشن زي مثلا جسم الأنطرة زي البوينت بتاعت الجسات زي نقط بتاعت المناسيب وكل الحاجات التقارير اللي جات لي من السيرفي هبتدي أدخلها يا إما في صيغة أتريبيوت تيبل يعني شكل أعمدة يعني تيبل يعني البيانات الوصفية اللي تتخزن في الأتريبيوت تيبل تمام كده وممكن يكون بقية التقارير بتاعتي عبارة عن بي دي اف أنا برضه عايز عملهم أتاش جوا الداتابيس بحيث إن أنا لما أحب أرجع لهم أرجع لهم أو إن أنا أعمل ريليشن مثلا ما بيني تيبل ده والتيبل ده لما عمل سلكت على الأنطرة الفلانية توديني على البيانات الوصفية اللي بتحمل مثلا بيانات عن جسم الأنطرة دي حاجات شبه كده تمام دي كده دي كده مرحلة مثلا إن أنا بابني المشروع بتاعي من مجرد تقارير وبيانات أرقام لا حصرة لها جاية من السيرفي بصغها في شكل داتابيس يبقى كده اسمها دي مرحلة بنسميها data production إحنا بنصغي البيانات بتاعتنا بدلا ما هي عبارة عن ورق كده وبدي إفات بنصغها في شكل داتابيس تمام كده ممكن بعد كده نقف عند المرحلة دي ودي طبعا مرحلة حلوة جدا إن طبعا إن أنا عرفت تمسك البيانات بتاعتي في شكل ومنصف وممكن بعد كده ممكن أدخل في مرحلة زي مثلا تطبيقات زي الـ زي أقدر أستخدم حاجات زي الـ مثلا أشوف لو حصل مثلا ساعتها منسوب الميا هيعلى المسافة إيه الأضرار اللي هتيجي من بعده دي بقى كده كده دخلنا في مرحلة الأناليسيس نعم 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 هذه كده تطبيقات الجائز في حاجة مثلا مثل رأي يعني موضوع إنك تجمع التجمع Data أو تنزلها في خريطة ويبقى فيه أتريبيوت للخرجة دي ده جسد الخطوة الأولى وممكن وراها فيه أبليكيشن بكثير جدا بالنسبة للموضوع الـ analysis التي تتعاملها على شيئا قصة ممكن تتوظف تاخد تستخدم الـ data دي تعمل بها application دي كتير جدا بالضبط هو بص هو برضو بالشرط ان انت يكون مثلا كمهندس راي مثلا ان انت هتكل خطوات مشروعك من الـ ليا تتمي بالـ jis انت ممكن تكون هتستخدم من الـ jis الحتة بتاعة طريقة تخزين البيانات وبعد كده تاخد منه format بتاعة database دا تدخله على الـ application المختصة بهندسة الراية هي اللي تطلع نتائج فعلم قصدي بس ممكن يكون الـ application بتاعة حاجات هندسة الراية دي بياخد الـ format بتاعة database بتاعة jis تمام مش بيقبل مسلا من bdf تيب انت استخدمت الـ jis ان انت تنتج به قاعدة بيانات وداخد قاعدة البيانات دي تدخله على الـ application المختصة بالمجال بتاعك بعد كده هي اللي تطلع النتائج تمام الـ application المختصة بالمجال التانية بقى موضوع الـ application المختصة بالمجال هل ينفع على vector data ولا هو الـ application data اه اه هو ممكن يكون ان انا بابتدي الشغل بتاعي من vector data احشانى حوله الـ roster وهكمل الانتاج الـ يعني النتائج بتاعتي تيجي من الـ roster فهو بتعامل مع vector وبيتعامل معـ roster ايوا؟ كمان؟ well Woodиков او او ايوا فعلم اه ماشي نوض الحمد ماشي نوض الحمد كمان؟ انا كان عندي سؤال دلوقتي في الفرق من الـ GIS والـ BIM Technology في الانالتس بتاع مثلاً الخطوط المية او الغاز او الكهرباء ايه طيب هو انا انحية ما عنديش فكرة عن الانالتكنولوجي اصلاً معوراً ايه فلو انت عربتيت دلقش ويها درجت ايه Building Modeling Information BIM ايه لا دي تكنولوجيا دي تكنولوجيا خاصة بمبنى يعني بشوي المدينة كتبها لا مبنى صغير او فيل صغيرها بالمباني يعني حاجات في تصميم المبنى بقى الخرصانة والعمدة وكده اه 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 اعمدة على سكيل صغير يعني الـ BIM على سكيل صغير بس فيه برامج للـ infrastructure للجزء بتاع الـ BIM سبقاً خطوط الـ NOSA خطوط الكهرباء المناصير المية السرب بقى بيبقى عليها نفس المعلمات بقى اتجاه السرايان الكتر السرعة المهمة ديها الفين والتضفق ناعلة زيلك كده الـ JS بيضيف ايه جديد او اللي خليه مثلاً في حتة زي دي استخدم الـ JS وما استخدمش الـ BIM طيب هو كده وضح ان فيه تشابه مني اتنين لان كل اللي حاجاتك بتقول عليه ده هوت انواع من الـ application اللي موجودة في الـ JS زي الـ utility network مثلاً هو بيعمل كل اللي حاجاتك بتقوله تمام؟ فقد يكون ان انا بدأي ان انا كده كده مثلاً احد اسباب يعني اختياري ان انا كمل جائسة او اكمل بالـ BIM ان انا قريدي شاري الـ license بتاعت الـ ArcGIS فطالما هي كده كده هتقديري نفس النتيجة طب ما إليه خلي شركتي مثلاً تتكلف ان انا روح اشتري software تانية عشان يكمل وممكن نفس الـ software اللي انا ابتدت به كملي نفس الشغلانة قد يكون دي احد الاسباب تفهم قصدي؟ ممكن يكون فيه حتة تانية تخصات تانية لها application معينة بتطلع يعني بيئة الـ JS مش تفهمها يبقى ساعتها انا ممكن ابتدل اشتغل بالـ ArcGIS مثلاً في مرحلة انتاج البيانات وبعد كده اخد البيانات على الـ application المتخصص بتاعي هو اللي هيطلع لي النتائج تمام؟ إذا الجائز مش بيطلعني النتيجة دي تمام 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 السلام عليكم وحضر وكذا السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم شكراً جزيلاً على المعلومات القيمة والمعلومات اللي احنا استافدت بها بس كان فيه سؤال لنا يعني مثلاً بتاع التطرق اه انت بيبقى مثلاً عندك نفق وكباري فمثلاً لما بتاعرطها فبتبقى التطرق تبقى فوق النفق فانا عايز ارتبها او او ممكن تبولوجي اه انت حريك عايز تعرف ازاي فرق ما بين دا شهادة او دا نفق وهو ماشي في نفس المكان اه تمام هو انا المفروض ان انا لو انا في مرحلة ان انا بكريت داتا بيز فقط لغير مش عامل عليها انالسيس فالمفروض ان انا بيبقى من احد اصاغة الطرق اصاغة الداتا بيز بتاعتي ان انا عندي حاجة اسمها سبتايب سبتايب يعني كأن خدت اللير دي بتنقسم الى كذا وكذا وكذا فالمفروض في الغالب ان في اللير بتاعت الروت دي بيبقى ببقى الفيلد بتاع الطايب اللي هو فيه انواع الشوارع دي بيبقى معمول بطريق السبتايب فانا بسكن اللاين دا هل هو طريق يعني كأنه هو شارعي رئيسي برايمري ولا سكندري ولا ايه بالزبط ولا هل هو اوفر ويي ولا هل هو انترويي تمام فمنجرد ان انا شفت اتنين شارعين ما بينهم اوفرلاب او هم الاتنين ايدنتيكال على بعض وبعدين جيت روحت فتحت الاتريبيوت تيبل بتاعهم او بصيت على السبتايب بتاعهم لقيت دا واخد مثلا برايمري سريت ودا واخد اوفر ويي فخلاص كده دا ما فيهوش خطأ في البيانات تمام يعني دا كده صغط اللي رسم الداتا دي هو كده ما غيرتش هو فيه فعلا فيه اوفرلاب ما بينه تمام طب لو انا هدخل على مرحلة الانالسيس بقى ان انا هقامل نتورك انالسيس للطريق يبقى انا لازم يبقى معايا فرد اساسي اللي بيعبر عن الاليفيجن يبقى فرد الاليفيجن لو الطريق دا طريق عادي اللي هو شارع بياخد الاليفيجن بتاعه زيرو لو الطريق دا او اللاين دا او الفيتشر دا كان كبري يبقى بياخد في الاليفيجن 1 لو هو كان او فيه احيانا بيبقى فيه اكتر من مستويات يعني بيبقى عندنا كبري مستوى واحد وكبري مستوىين او ثلاثة فساعتها كل مستوى فيهم بياخد واحد او اتنين او ثلاثة تمام طب لو هو نفق يبقى انا ساعتها سليب واحد فاهم اوزني فيبقى ساعتها في حالة الاوبرلاب ما بين الشوارع يبقى انا روح ابص الاول على الطيب دي اول نقطة لو انا مش هعمل انالسيس طب لو انا بعمل انالسيس يبقى لازم يبقى معايا في اللي التاني اسمه اوليفيجن وساعتها لو هو وزيره هيبقى شارع لو هو سليب واحد هيبقى نفق لو هو واحد او اتنين او ثلاثة هيبقى كبري او في التصحي برضى بتبقى نفس الحكاية ايه ما هم لا ايه ما هو بتكون الطريق تحت ومسلا فوق كبري فانت بتقول ما فيش حاجة طريق فوق الطريق فهو بس نازل حاجة تليبي برضو كمان امم بتبقى كمام هو انا فبص هو هو المفروض ان انا في اللو عملت الصغط التاتابيس بتاعتي عن طريق سبطايب يبقى انا على كل سبطايب ده قادر احط رول يعني انا لو مثلا في التوبولجي احط رول ان الروتس مصت نوت اوفرلاب فهاجة هستسني منها حالة الايه الوفر وي والاندر وي فاهم قصدي اه اه هستسني منهم مش هحط الرول ده او لو حطيت الرول دوت لو جيت عند في حالة ان في نفق وقبري وشارع هصلهم اوفرلاب هبتدى اقول له اكسبشن للحتة دي لا تمام انت قلت لي ان هنا في اوفرلاب بس انا عارف ان اوفرلاب ده صحيح وهبتدى اعمل له اكسبشن وهخلص الداتة بتاعتي على كده ماشا هو فيه سؤال لما حضرتك كلمت عن نتورك والاول ما بتبقى في نتورك في حاجة اسمها تتبع الاول عشان اعرف اللوكيشن في الادوات صحيح زي اوبر كده انت مثلا انت عايز تشوف العربية اهن العربية اللي هتخلص الوقت النازل دي اتو مممممممممممممم مization هو في الاساس بص هو انت في حالة زي حالة اوفر انت 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 خرقت البيانات من بيت الجائز وخليت فيديوولبر تريد يخد البيانات دى يحطها الىchat في templateation معين هو عمله عشان يعمل تتبع تمام لكن طول ما انت في بيت الجايس هو الهدف من النيتورك انالسيز هو مش التتبع هو الهدف سهولة الوصول من النقطة دي للنقطة دي المصارب بتاعي شكله ايه وبياخد وقت قديه هو ده الهدف من النيتورك بتاعنا لكن التتبع بقى انت دخلت في الديوربر ده ننزله مثلا على ابليكيشن تاني بتاع موبايل وهكذا اصلا لات فيه اوبر منزلها بعض الامكانيات التولز اللي بتستعملها في المطلعة كبير شوية لا لا ما احنا متفقين ان الحاجات الداتا اللي بيمشي عليها اوبر والحاجات دي هي دات الجايس بس فيه دي هولبر خادها خاد الفورمات ده ونزلها في ابليكيشن بقى هو عامل فيه التولز دي اما شكرا شكرا لحضرتك شكرا شكرا لحضرتك بشونت ساني عندي هذا السؤال او عندي سؤال تاني مانش اوبر روبر خيم مستاتيس عادي يعني ايش اوكي احنا بحضرت دلوقتي تقريبا تقريبا الجايس بيشتغل في المطارات ومجلة تايران عموما هل ده صح ولا غلط ولو بيشتغل يبقى شغله ايض الضبط شكرا بصي هو يعني انا ما شفتش صراحة في مجال التهيران قبل كده يعني يحدث بعد مجلس بس يعني في تخيولي مثلا المسارات التركاب بتاعت التهيران ممكن تتعمل على شكل لاين بالجايس بس هل ده حصل حقيقي فعلا لا انا الحقيقي مع يعني ما عنديش فكرة هل فعلا اي مجال التهيران بيتعامل بالجايس ولا نا بس ده قبل كده كان فيه حد كان رايح اصلي فيه في المطار كورسات من راحة جوية تقريبا او حاجة زي كده تدريب وبيستطيقون فيه الجايس فعلا وكده فده كلام من ده انا عرفته من حد شغل في المطار فانا حبيت اسأل بس هل فعلا الموضوع يعني يستحق ان الواحد يتعب عشانه ولا لا اي بس هو انا زي ما قلت لك ان اي حاجة فيها لوكيشن ينفع تدخل في سيستم جوايس تمام اكي فلو احنا تخيلنا ان لوكيشن بتاع المطارات اقدر امسله في data base لا ينفع طبعا المسارات اللي هتمش فيها الطيران دي بتبقى لها خطوط سابتة ترك سابت الطيرات تمش فيها هل المسارات دي اقدر اعملها في الجايس اه طبعا ينفع تمام بس هل انا عندي معلومة ووصيقة ان المطارات بتستخدم الجايس دي لانه معلومة يعني ما حصلش احتكاج بيني وبين شغل في المطارات قد كده شعب اعرف بس ينفع اه طبعا ينفع كمام اوكي مش دي الحادثة جدا انا عرف على ايه بيسؤال M A K صدق اه مع حضرتك السلام عليكم السلام لو سمحت انا كنت عايز اعرف برنامج RGIS ده هل هيكون كافي مثلا في الشغل ولا مثلا في حاجة مثلا تانية المفروض نزودها اه بص هو هو يعني ده من اشهر برامج RGIS و افواهم افواهم بلا منافسة بحقيقة فف يعني في الغالب موظم الشركات بتشتغل بالRGIS لو مثلا مكاتب صغيرة مثلا مش قادرة ان هي تتحمل تكلفة اللايسنز لان اللايسنز تعتبر غالية فلو في مكتب صغير مثلا ما ادارش يتحمل الكث بتاعت الRGIS بيبتدي يلجئ لبرامج open source مثلا زي الQGIS مثلا او حاجات كده يعني ممكن ساعتها يستخدمها بس البرامج دي طبعا امكانياتها اقل بكتير من RGIS يعني يعني لو انا اتعلنت الRGIS ده هيكافيني عن كافة البرامج التانية بالضبط يعني انت انت الRGIS ده هو الاشمل اللي في كل حياة فلو انت يعني اللي بيرف يشتغل كويس على الRGIS اول ما هييفتح اي برنامج تاني مش هيبقى صعب ان هو يتعامل معاه لكن العكس لا يعني لو انت بقت يعني تعلمت على برامج تانية وما تعرفش جائس لو بيتشتغل على الجائس هتبقى يعني موضوع صغير كتير يعني سلامة دكتور، سلامة لو سمحتك انا عندي سؤالتان اه تفضل مثلا انت حضرتك قلتي ان ده مخاص بالمبتريين بس صح؟ اربع محضرات ده طب مثلا لو عايزة ازود تاني مثلا هيحتاج ازود ايه؟ يعني ايه الحاجات المفروضة ازودها؟ يعني بصوا احنا في المستوى ده او في القرص ده هناخد بس ازاي نبني database بس بشكل مبسط جدا يعني مش هناخد في كل ميكانيات ال database وهنتعلم ال digitizing وال editing يعني بنسبة تقريبا سبعين في المية واتخلي البيانات في ال attribute table تمام؟ بعد كده كبازيكس لازم المفروض تبقى عارفها عشان تستكمل بيها شغلك المفروض تبقى عارف باقي بردنج ال database زي زي تعرف تبني يعني تعمل subtype و domain وتعرف ازاي تعمل وال G وتعرف ازاي ال relation مبني ال tables تقدر تعمل layout وهكذا كل الحاجات دي برضو مغفروض تبقى عارفها تمام حضرتك شكرا 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 بس سؤال ممكن الطلبات تشغيل البرنامج يعني هو محتاج جهاز قوي مثلا لا خالص لا يعني اي جهاز حادي عادي ممكن لا يشغله يعني حتى processor code ducan بيشغل اركي جايز بكفاءة لانا فيش اي مشكلة مش بيحتاج رمات عالية ومش بيحتاجها تبيجة مشتغل على windows 7 ما فيش اي مشكلة تمام يا دكتور رجزيكم الله كله فيها ألف شكرا